بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة قبل بس ما أبدأ وأتكلم عن أي شيء بقى أعزي الإعلامي الكبير والقدير الحقيقة الأستاذ وقل الإبراشي الحقيقة اللي وفاته المناية منذ قليل بقاء الدوام لله واحد من أهم وأفضل وأكبر الإعلاميين اللي موجودين في مصر خلال السنوات السابقة الأستاذ وقل الإبراشي واحد من أقرب الناس إلى قلبي أنا شخصياً الحقيقة واحد من الناس اللي نقدر نتعلم منهم أو تعلمنا منهم أشياء كثيرة جداً جداً بنقولها دايماً وسيظل دائماً وخض معارك كبيرة جداً طوال تاريخه الإعلامي وفاته المناية النهاردة الحقيقة في خبر الحقيقة كان صدمة للجميع ولكن في النهاية ما يعزش على اللي خلقه لكن الأستاذ وقل الحقيقة بقاله سنة تقريباً أو أكتر من سنة بيناضل ضد الكورونا الحقيقة في النهاية أنا بحب الرجل ده جداً 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 وزي ما كل جمهور النادي الأهلي عارف أن الرجل ده واحد من الأهلوية الجمدين جداً واحد من الوطنيين المخلصين الحقيقة اللي عاشوا مع مصر فترات طويلة جداً جداً منها النضال من خلال وجوده كإعلامي كبير بقاءه الدوام لله في وفاة الأستاذ وائل الإبراشي والخبر قنقاسي جداً علي في الساعتين ثلاثة اللي فاتوا دول لأنه بنتكلم وبنعمل والحقيقة طبعاً ما يعزش على ربنا ولكن في النهاية بتبقى فيه أخبار كده اللي ما يعرفشه الأستاذ وائل أستاذ وائل ده واحد من الناس المحترمة جداً 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 اللي بتحبهم واللي بيحبهم كل جمهور النادي الأهلي ولكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم ما يعزش على خلقه طيب النهاردة أيضاً كان أو في بداية اليوم النهاردة الحقيقة كان حدث هام جداً 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 الحقيقة وهو حصول النادي الأهلي الحقيقة على أو اسم النادي الأهلي بقى علامة مميزة الحقيقة في كل المحافل الدولية والمحلية أو لما تسمع اسم النادي الأهلي في أي مكان يعرف أنه أكيد النادي الأهلي بيكرم وهي حاجة تدعو إلى الفخر الحمد لله نعمة دايماً أن أنت تكون أهلاوي شايفين زي ما حضراتكم شايفين منظر لأمام حضراتكم وقناة الأهلي كالعادة الحقيقة كانت موجودة النهاردة الصبح مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لتسلم جائزة محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021 النهاردة الصبح الحقيقة كان هذا الحفل في دولة الإمارات الشقيقة والحفل طبعاً حضروا العديد من الشخصيات الرياضية العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات في الدورتين الأولمبية والبرالمبية في توكيو بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية في المجالات المختلفة وجاء أفوز النادي الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي التمويل الذاتي وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي المبادرة كانت من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر لعدة سنوات قادمة فضلا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة وفوز النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقرية طيب قبل بس ما نروح نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب النهاردة عقب استلام الجايزة عايزة أقول لحضراتكم كلمة واحدة فقط قالها الكابتن محمود الخطيب ولا الأول خلينا نشوف الكابتن محمود قال إيه لأنه هاخد من كلامه بعض الأمور اللي هتكلم فيها مع حضراتكم نطلع نشوف ماذا قال كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب استلامه جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي حضرات كريم يسرنا الآن دعوة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لإلقاء كلمة المكرمين فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم اسمه الشيخ حمدان محمد بن راشد أمكتون وليعه الدبي رائع الجائزة أستاذ الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيّة بتشرف جدا أن نكون بين حضراتكم النهاردة بهذا مكان الحيّة الرائع والمبهر إكسلو حيّة تتواصل حيّة تتواصل ألا أقول لصنع المستقبل ولتسلم هذه الجائزة مرموقة ومعي نخمة من مختلف دول العالم ستكون الجائزة بلا شك حافزا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بإذن الله وقد ساعدته أن أكون متحدث بالنيابة عنهم جميعا لا شك أن الجوائز والبطولات والميداليات تعطي للرياضيين الدافع للمزيد من التقلق والتطور والإنجاز وحين تحمل الجائزة اسمي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آن مكتوم فإنها ستكون أكيد أكبر وأروع لأن قيمتها ومكانتها تأتي من اسم ومكانة صاحبها شكرا لكم على إطلاق هذه الجائزة كبيرة التي تهدف لتطوير الرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم وشكرا على هذا التقدير والتكريم وأتمنى أن تتواصل رحلة الإبداع والتقلق الرياضي في جميع المادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقل الآن إلى فئة المؤسسة العربية تذهب من نصيب النادي الأهلي للرياضة البدنية من جمهورية مصر العربية يتسلم الجائزة سعادة محمود الخطين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن المبادرة المتميزة المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الذاتي والتي شملت عدة جوان من الانتكار واستشراف المستقبل موسيقى بقى حاجة جميلة جدا جدا الحقيقة وحاجة مشرفة جدا أن تكون دائما أهلاوي هي نعمة بالفعل الكل يحب النعمة دي نحن نبقى أهلاوية دي حاجة بالنسبة لنا بتخلينا دايما نبقى مبسوطين دايما نبقى فرحانين قد إيه لما يبقى كابتن محمود الخطيب واقف في مثل هذا المكان الرائع الحقيقة وتكلم بهذه السقة وبهذا الهدوء أعتقد شيء يستحق التحية ويستحق التقدير اختص كابتن محمود الخطيب قناة النادي الأهلي الحقيقة اللي دائما بتكون مع النادي الأهلي في كل شيء ومع رئيسه الحقيقة ومع أعضاء مجلس إدارته في كل شيء اختص قناة النادي الأهلي ببعض الكلمات ومراسلها الحقيقة الأستاذ محمد توفيق زاملنا محمد توفيق حنشوف الكابتن الخطيب قال إيل توفيق ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى كابتن محمود ألف مبروك الفوز وجد فخر لناك والنادي الأهلي في هذه الجايزة وطبعا يعني شايفين الاستقبال والحفاوة وجميع الناس يعني وحبهم لكابتن محمود الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم طمعا الحمد لله رب العالمين يعني زي كانت الجايزة والتكريم دوت نادي الأهلي يعني بيسعى دايما أن يكون في المقدمة في كل الأمور نادي الأهلي بجماهيره أعضاءه كل مسؤولية يستحقوا دايما أن هما يكونوا أن كلهم يعني في المصاف الأول أنه كلهم بيشتغلوا أو بيحاولوا يشتغلوا بالشكل يعني يخلي الأمل دايما موجود في أنك تكون مرة واحد لكن ده بيدي مسؤولية كبيرة جدا عن نادي الأهلي وعلينا جميعا أن إحنا إزاي نحافظ على ده وإزاي بقدر الإمكان نوصل بإذن الله نحن نبقى دايما على منصات التطويق في كل يعني المحافل المحافل مش بس الرياضية حتى يعني النهاردة المؤسس الرياضية الأولى مش بس الرياضة يعني فالحمد لله رب العالمين شكرا نحب الناس ممكن جنسيات مش مصريين بس أنا شاهف الناس إماراتين وكاتريين بيتسبوا على يعني في حد بقول لنا إحنا كابتن معاكم في مصر إحنا لسه نفسنا نشوفه في عزين كلهم يصور ما حضرنا الحمد لله رب العالمين دي نعمة من ربنا وربنا يعفظها من الزواني النادي الأهلي للرياضة البدنية من جمهورية مصر العربية يتسلم الجائزة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن المبادرة المتميزة المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الداتي طيب علشان نختم اليوم معاكم وما يحدث في الإمارات خلينا نروح لزاملنا الحياة محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهلي من الإمارات الحياة أيضا يقول لنا إيه اللي حصل النهاردة من خلال وجوده في الإمارات تفضل يا محمد بسهر خير كابتن إسلام تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل يعني هنا في دبي احتفاء وتكريم كبير جدا للنادي الأهلي النادي الأهلي يفوز بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية يمكن النادي الأهلي طبعا انتصاراته الرياضية لا تنتهي ولكن التكريم المراضي ليه طعم خاص جدا كابتن إسلام ان التكريم جاي عن المجموعة الاقتصادية النادي الأهلي ومبادرة التمويل الذاتي طبعا في ظل معاناة العالم كله في ظروف فيروس كورونا النادي الأهلي قدر ان هو بمبادرة التمويل الذاتي انه يحقق نجاحات اقتصادية ورياضية عظيمة عشان كده النادي الأهلي اتقرم النهاردة بجائزة شيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي يمكن كمان زي مواصف القائمين عن الجائزة مبادرة النادي الأهلي للتمويل الذاتي بأنها مبادرة تستشرف المستقبل ويجب الاحتزاء بها في جميع المؤسسات الرياضية العربية عزو الله كمان كابتن إسلام الأجواء هنا أكثر من رائعة احتفاء أكثر من رائع بالنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ويلقى يعني الكثير جدا من الاحترام والتقدير والتكريم يمكن شوفنا طبعا كابتن محمود الخطيب النهاردة وجلوسه في الصف الأمامي بجوار ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم رائع الجائزة والشيخ منصور بن محمد الراشد المكتوم رئيس الجائزة ورئيس مجلس دبي الرياضي كمان يمكن التفاف جميع الوفود اللي كانت موجودة هنا وبتكرم حول كابتن محمود الخطيب بعد انتهاء الحفل وحرصهم على التقاط الصور التسكرية معه يمكن كمان كابتن محمود الخطيب كان حريص النهاردة كمان عقب انتهاء الحفل والتكريم نزور الجناح المصري في معرض اكس ب دبي عشرين عشرين طبعا ده الدور الوطن للنادي الاهلي دائما ما يقوم به دور لا يقل أهمية عن دوره الرياضي هو دوره الوطن النهاردة كابتن محمود كان حريص على زيارة الجناح المصري وتفقده ويعني زي ما بقول الشد من أذر العاملين فيه وتحييتهم على المجهود الرائع المبزول في معرض اكس ب دبي عشرين عشرين كان كابتن محمود الخطيب زي ما قلنا يمكن جلسات مطولة جدا جميع الوفود يمكن كانت جلس هنا في نفس الفندق مع كابتن محمود الخطيب كل الصحفيين العربين الموجودين للإخوة الصحفيين الموجودين في اللجنة الأعمال الجائزة من جميع الدور العربية تونس الجزائر المغرب السودان الشقيق كلهم كانوا حرصين على الوجود مع كابتن محمود الخطيب واخذ حوارات مطولة معه والحديث عن التاريخ والعظيم القرى وكمان التاريخ العظيم اللي ببنيه في الجانب الإداري أجواء أعصر أكثر من روما كبتنا بناء إسلام نتمنى إن شاء الله أنها تستمر ولكن هذه المرة تبقى إن شاء الله في أبو ظبي والنادي الأهلي يحقق نتائج جيدة جدا إن شاء الله في كأس العامل Weight G أبو ظبي ينظبت من قبل والنادي الأهلي ست مشاركات سابقة ولكن دي أول مرة النادي الأهلي يكون في أبو ظبي الجماهير الأهلوية اللي بنقابلها هنا في كل مكان يمكن الناس كلها متحضرة من دلوقتي من قبل البطولة بشهر منتظر النادي الأهلي تحضرات كبيرة جدا إن شاء الله اللي ينقصنا صوى توفيق ربنا وإن شاء الله النادي الأهلي يكون بيقدم نسخة مختلفة إن شاء الله خاصة يعني زي ما الناس كلها بتتكلم وبتقول إن القرع المراد إن شاء الله يكون طريق النادي الأهلي ممهب بشكل أكثر إن شاء الله للمباراة النهائية أجواء أكثر من رأة انتصار جديد للنادي الأهلي يا رب دايما النادي الأهلي في انتصارات ودايما يحظى بالاحتفاء والتكريم فيما يعني أي مكان يحل فيه النادي الأهلي ويبقى دائما إن شاء الله النادي الأهلي في المقدمة زي ما كان حديث كابتن محمود الخطيب لنا النهاردة إن دايما النادي الأهلي عضاء جمعيتهم وهي حق جماهيره إنه يكون دايما على منصات التطويق ودايما يكون رقم واحد دي كانت كل الأجواء هنا عندنا في اليوم الختامي للجهيزة كابتن إسلامي كما حركة فضل شكرا جزيلا الزميل محمد توفيق زي ما قلت لحضراتكم دائما قناة النادي الأهلي بتكون متواجدة في كل هذه الإيفنتات لأنه النادي الأهلي أو حق لجمهور النادي الأهلي إن هو يشوف كل الإيفنتات على قد ما بنقدر الحقيقة لايف على الهواء مباشرة مع حضراتكم من خلال وجود مجموعة متميزة الحقيقة محمد توفيق وبيومي وبقية الكرو الحقيقة كانوا موجودين النهاردة مع كابتن محمود الخطيف أثناء استلامه أو من أول مبارح الحقيقة والكابتن الخطيف في الإمارات وهم متواجدين معاه ودائما ما يكون أو ما تكون قناة النادي الأهلي متواجدة في كل شيء طيب النهاردة حضرتك لما كنت بتيجي تتكلم مع أي حد يقولك كلمني قبل الساعة 6 أو كلمني بعد الساعة 6 إيه اللي حصل النهاردة الساعة 6؟ كانت مباراة الافتتاح الكاميرون بيفوز على بوركينا بهدفين مقابل هدف وافتتاح بطولة الأمم الأفريقية الحقيقة الكل كان ينتظر هذا الافتتاح وما قبل بداية المباراة كان هناك افتتاح جيد لهذه البطولة الحقيقة أنا ما شفتش زي افتتاح مصر 2019 الحقيقة يعني حاجة جميلة جدا وعلى قد الإمكانيات الموجودة وعلى قد الشغل اللي موجود ولكن في مصر 2019 الأمور كانت مختلفة تماما 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 عموما النسخة المقامة حاليا في الكاميرون هي النسخة التلاتة وتلاتين الحمد لله البطولة انطلقت كانت قبل البطولة كان هناك كلام كتير جدا جدا الحقيقة على هل البطولة هتنطلق ولا لا هل كل المنتخبات هتبقوا موجودين فيها هل المنتخبات كلها هتبقى بنجوم على الكبار الحمد لله الأمور جيدة جدا حتى الآن الأمور من ناحية ان خلاص البطولة هتلعبت في اليوم اللي افتتاحها وبدأت في يوم اللي افتتاح اللي كان مقرر ليه ما قبل البطولة تاني حاجة ايضا ان كل النجوم اللي مميزين موجودين حمد صلاح ساد يومنيه رياض محرز بقية النجوم اللي موجودين مع المنتخبات المختلفة موجودين كلهم الحقيقة بالكامل او معظم الناس موجودة بالكامل وبالتالي تظل دائما بطولة الأمور الأفريقية بطولة اهمة جدا انا شخصيا بيعتبرها واحدة من اهم ثلاث او اربع او ثالث اهم بطولة على مستوى العالم وجهة النظر بعد كاس العالم وبعد كاس العالم وبعد ايضا بطولة الأمور الأوروبية بتأتي دائما بطولة الأمم الافريقية طيب خلينا نتطمن على منتخبنا الوطني قبل الحقيقة منتكلم عن كل ما يخص هذه البطولة خلينا نروح لسيادة سفير متحة المليجي الحقيقة سفير مصر في الكاميرون نتطمن منه على ما يحدث في الكاميرون الآن ومنتخبنا الوطني سيادة سفير زي حضرتك فاند أهلا كامتن اسلام سيادة حضرتك وكل مشاهدينك أهلا وسهلا فاندم يعني تحياتنا لحضرتك ودائما السفارة المصرية وسفير مصر دائما الحقيقة بيبقى لهم دور كبير في مثل هذه التجمعات الكبيرة جدا سواء ما قبل البطولة أو أثناء وصول المنتخب أو أثناء المباريات وما بعد كمان انتهاء البطولة فتحية دائمة الحقيقة للصفارة في الكاميرون الله يخليك الحقيقة الواحد يعني أنا بتصور أن أي حد فينا موجود في هذا المكان في هذه اللحظة حيعمل أكثر بكتير كمان من اللي احنا بنعمله احنا كلنا سعداء ومنشرفين بوجود المنتخب وكل أملنا إن شاء الله أن يحقق طموحاتنا وطموحات الشعب المصري كله ويوم 6 فبراير بإذن الله نجده حاصل على الكاس وراجع مصر ومعه رياط المصر زي ما بيقولوا فيعني وأنا الحقيقة متفائل لأن أنا لما بشوف الحماس والجدية والسرامة فيه القرارات وبشوف الدقة في التعامل والالتزام من كل اللاعبين وده أنا بقول لحضرتك وأنا بقالي معهم بس يومين حسيت بده كله الحقيقة بحس أن مجهودنا كلنا وكل من يدعم سواء في الإعلام زي حضرتك أو الجمهور اللي بيشجع بقلبه ومستني نتائج مبارياتنا أو السفارة بتحاول أنها تساعد فيما تستطيعه كل يعني المنظومة كلها مع بعض بتكمل زي تروس الساعة فالحقيقة النهاردة يعني كان نفسي يكون معايا كل الناس وقدر أوريكم الجدية في التدريب النهاردة كان أول تدريب للمنتخب والحمد لله المهات كان مقرر الساعة خمسة بتوقيت الكاميرون اللي هي ستة بتوقيت مصر وده نفسي توقيت المباراة علشان كمان نستعد للجو وطبيعة الجو والحرارة اللي فيه من ناحية ومن ناحية الأضواء الكشفة من ناحية تانية عشان نبحثين بنفس جو اللي حنلعب فيه المباراة إن شاء الله الأولى مع منتخب نيجيريا اللي هي بعد بكرة يوم الثلاث إذن الله الجدية على كل اللاعبين الكابتن كيروش عمل تأسيمة وكان كتير بيوعفها عشان بيوجه بعض اللاعبين لبعض المهارات اللي طالبها منهم وهو بعض الخطط التكنيكية وعلشان كده حتى الإعلام سمح له فقط بخمستاشر في البداية للتصوير وبعد كده طلب منهم جميعا المغادرة حتى لا يتم الاطلاع على خطط الكابتن كيروش والأسلم الذي ينوي اللعب بيه إن شاء الله ما لم يتبقى من المشاهدين غير أنا وطبعا رئيس الاتحاد جمال بي كان موجود وكل الجهاز الإداري كان وقف كلنا بنتابع خطوة وخطوة والتوجيهات من الجميع والالتزام من اللاعبين وعيدكم بأن أنا من اللي شوفت وقدر أؤكد إن المنتخب حيبزل أقصى ما في جهده إن شاء الله عشان يفرح هذا الجمهور الكبير اللي مستني نتعيقنا في مصر التوفيق من عند ربنا لكن المجهود من اللاعبين لا يمكن أن نقول على حد فيه إن شواخذ الموضوع بموضوع بموضوع الجدية اللي احنا مستنيينها منهم فالحمد لله وربنا يوفق بإذن الله يا رب فنم سياس سفير بعض الأسئلة السريعة جدا فيما يخص المنتخب محمد صلاح هل هناك حراسة خاصة لمحمد صلاح زي إذا بقيت نجوم البطولة اللي موجودين زي سادي وباني زي إحنا عارفين إن الناس دي عندها هل محمد نفس الكلام أنا عايز أقول لحدك حاجة هو قد يكون فيه نوع من يعني المراقبة الدقيقة من ناس بلباس مدني وبالتالي ما نقدرش إن احنا نعرف لكن اللي قدر أقول لحضرتك عليه إن الكابتن محمد صلاح موجود مع اللاعبين وملتزم معهم والحقيقة أنا ما بحسش فيه إنه هو بيحاول يميز نفسه بأي شيء آخر أنا طلبت حراسة خاصة بس كان هدفي منها حمايته من أي جمهور متطفل أو أي حد يحاول يجري علشان إذا كان يتصور معه أو يحاول ياخد منه تي شيرت أو حزاء أو ما يرزل لكن الحمد لله الجمهور دايما أو بمعنى صح الأمن دايما حاجز الجمهور برا تدريب النهاردة كانت الناس برا والحقيقة النهاردة ما ننضرش نعتبرها من خياس لأنه زي ما حدرك أشارت في نفس التوهيد اللي احنا كنا نتضرب فيه كان مباراة الكاميرون مع بوركينا فاسو واللي انتهت بفوز الكاميرون بضربتين جزاء بنتيجة 2-1 نعم لكن كان كل الجمهور تركيزه مع مباراة الكاميرون أكتر من المباراة بتاعتنا لكن من الإحساس العام ومن تمركز قوات الأمن في المباراة وحوالين الملاعب من بر ملعب التدريب وكده نقدر نؤكد أنه إن شاء الله مش هيحصل أي تجاوزات من تلك التي رأيناها قبل ذلك مع أنجولة وإن شاء الله الأمور سيكون كثير بشكل محترم ومزبوط بذلك شفنا حفل اكتاح فيه نوع من السيطرة تماما عليه رغم بسطته ورغم طواضعه طبعا مقارنة بما قمنا به ولكن حفل برضو كويس ومحترم ويليخ بالكاميرون لكن كان واضح فيه أنه فيه سيطرة تم على مجريات الأمور فيه وإن شاء الله تستمر على هذا الشكل طوال فترة البطولة بإذن الله سيد سفير مسحة لللاعبين أجرات منذ قليل طمنا لأنه الحقيقة احنا سمعين منتخب المغرب فيه عدد كبير من اللاعبين منتخب غينيا عنده عدد كبير من اللاعبين الجابون عنده عدد كبير من اللاعبين أكتر من منتخب فعايزين تطمن على منتخبنا خصوصا أسامو أبو جبل قبل ما يطلعوا يعني بالنسبة لأسامو أبو جبل أنتم اللي تطمنون أحنا في دور أه أنا بقول لحل لك قبل ما يوصلوا كاميرو لكن بالنسبة لللاعبين هنا يعني أنا سألت لأن أنا ما علمته أنه ما حصلش مسحة من الكارف وقال التعليمات ولا أنا بقول لحل لك أن المعلومات اللي عندي حتى نهاية التدريب في حدود الساعة السادسة والنص تقريبا وقت ما أنا سبت المنتخب ما حبيتش أن أنا أرجع معهم لأنهم يا دوبك حيرجعوا إذا كانوا يعني يغيروا هدومهم والعشاء وإذا كان حيرجع فيه محاضرة أو حاجة كده فما حبيتش أن أنا أزعجهم بوجودي وفضلت أنهم أجعلوا حدي فأنا لا أظن أن حصل مسحة النهاردة ولكن من ناحية تانية عايز أأكد أن في مسحة يومية بدأتم لللاعبين من الجهاز الفني فيه كتس موجودة معنا قيبينها معهم من مصر بيتم إجراء المسحة بصورة يومية لكل اللاعبين عشان نتطمن وزي ما أقول لحضرتك اللي مساعدنا هو أن المنتخب المصري مقيم بمفرده في الفندق يعني هو الفندق عبارة عن 45 غرفة إحنا واخدين ال45 غرفة وده طبعا كمان من ضمن مزاياه أنه هو بيسحل الحراسة والوضع الأمني والسيطرة عليها بمعنى أنه ما فيش حد يدعي أنه رايح يطمن على نزيل أو يسلم على نزيل وما فيش مزلاء غير البعثة المصرية فأنت نزيل مين اللي جاي الدخلي وبالتالي الحراسة كهوكة جدا وما فيش ما يعوق هذه المشكلة الموضوع بشكل عام ما فيهوش مشكلة حقيقية وإن كان فيه تواضع فيه مستوى خدمات كثيرة جدا إحنا لازم نكون فاهمين أن إحنا لما بنقارن صعب أن إحنا نقارن وإحنا غزبا عننا بحكم ثقافتنا وخبرتنا بنقارن من اللي نعرفه اللي هو مصر لا لا صعب جدا وهم وغلاء منتقى الفقر إحنا في مكان تاني خاصة لا لا إحنا في حد تاني حتى حفل الافتتاح حضرتك كنت في التمرين وما شفتش حفل الافتتاح لا حفل الافتتاح حاجة بسيطة خالص وحاجة لطيفة وكويس طبعا وكل حاجة ولكن هناك فارق كبير جدا على رغبة من مصر في 2019 لما خدنا التنظيم كان قبل بداية البطورة خمسة شهور كان مبهر وقبلها ما فيش ثلاث شهور أو أربعة شهور وقدرنا نعمل حق في منتقى الجماد ما بقلناش أربعة سنين بنحاول نستعد وفشلنا مرة ودي التانية عشان كده بقولوا إن إحنا مصر في مكان تاني خالص والحقيقة يعني بغضيف هذا الكلام وأنا بقوله بمنتقى الثقة والصدق إن كمان مصر الحديثة اللي إحنا فيها النهاردة لا وضع تاني خالص فيه تجريد كل المرافق وفيه يعني أنا بقول هذا الكلام وأنا مش موجود في مصر لكن كل من يسافر إلى مصر بيرجع ويقول لي إيه اللي بيحصل ده إحنا كل مرة بننزل مصر وبيبور جال أعمال من هنا بينزلوا يمكن كل أربعة خمس ويقول لي كل من منزل مصر ده لي حاجات جديدة كتيرة جدا فإحنا وضع تاني خالص 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 صعب يمكن أقول كمان حرام نقارن أي دولة بما تقوم بمصر إن إحنا الحقيقة بسلين جهد فوق الطاقة ونحاول نخلي بلدنا في مصاف الدول العظمى وإن شاء الله إحنا في الطريق وبنوصل سيد سفير أخيرا قبل ما سيما حضرتك عايز أسألك عن الحضور الجماهيري غدا أو يوم المباراة يعني يوم الثلاث حضور الجماهيري بالنسبة للجالية المصرية الجالية المصرية في الكاميرون أدئي أو متوقع حضور أدئي طيب أنا هتكلم على محورين هنا إذا كنت المحور الأولي بالنسبة للجالية المصرية الجالية المصرية عادتها مش كبير وبالذات بعد جائحة الكورونا الحقيقة أغلب الناس لأن حضرتك لو تتذكر في بداية الجائحة انتشرت أخويل كثيرة جدا وكلنا كنا مرعوبين إن قالك إن أفريقيا هي أكتر قارة حتتبهدل من هذا نظرا لضعف البنية التحتية في المجال الطبي والخدمات الطبية المقدمة ولكن تبين من واقع الحقيقة العامر إن إحنا في مكان أحسن بكثير قوي من الدول الأوروبية اللي الأرقام فيها يعني بتقفز قفزات مريعة بالإضافة إلى قيام العديد من الدول الأوروبية للمرة التانية بإغلاق حدودها وبعضها في الطريق وبعضها بيعيد الإجراءات الاحترازية اللي كانت موجودة زمان وكانت خففها فالحمد لله إحنا في مكانة تانية خالص فيما تعلق بهذا الموضوع ولكن أغلب الجمهور المصري أو الجالية المصرية اللي موجودة هنا موجودة إما في العاصمة السياسية أو في العاصمة الاقتصادية دولة المشوار بنتكلم فوق الألف كيلو عشان يقدروا ييجوا هنا نعم والطيران مش أفيدابل بسهولة والسيارات بتاخد يومين فصعب قوي الحقيقة على كتير من المصريين إن هما ييجوا وبالتالي أنا مش متوقع عدد كبير من الجالية يقدر يكون موجود معنا حضرتك هتبقى المشجع الوعيد يمكن لا ما أنا لسا ما أنا حكملك لا دعنا عندي شغل كويس والله أنا أحاول أعمله طبعا عدد كبير جدا حيبقى موجود في المباراة التالتة بتاعت السودان بإذن الله لأنها فيه ويندي زي ما حضرك عارف طبعا اللي أنا بحاول أعمله حقيقة وبتساعدني فيه الدولة بكل طاقتها إن أنا بحاول إن أنا أجيب رحلة طيران لهذه المباراة طبعا الموضوع يعني النواية كلها من الجانب المصري جميلة جدا وزي الفل وعلى رأسها طبعا سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي يحاول معايا تمامه وبيساند ويدعم الفكرة بكل قوته قدر حبه لهذا المنتخب ولهذه الدولة ولكن الموضوع فيه لوجستيات كتيرة لا تتعلق فقط بمصر ولكن تتعلق كمان بالجانب الكاميروني والإجراءات المطلوبة في السفر وتأشيرات السفر وقدرة المطار على استقبال طائرة من الحجم الكبير حاجات كتيرة جدا 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 وعشان كده أنا طلبت كمان يعني لأن طبعا لأن إحنا كلنا عارفين إن ما فيش قادر أقولها كده زي ما بنقول كده بالمصري ما فيش خرم إبرة لأن حد ييجي جروة ما فيهاش أماكن للإقامة لأي حد أنا بلف بقالي أكتر من بعد التدريب اللي انتهت ساعة ستة ونص الغاية دلوقتي أنا بلف على الفنادق لأن فيه بعد الزمر الصحفيين طلبين مني إن أنا هشوف لهم قوضة عشان حييجوا قريب علشان يغطوا المباريات بحاول أدور للناس على قوضة مش لاقي فطبعا لما أجيب 200-300 فرد من الجمهور حيبقى مشلق عشان كده منفكر إن إحنا هنجيب الرحلة دي بما يسمى بقى صد رد يعني ييبوا الطيارة صعبة ست ساعات أعتقد أو سبع ساعات أنا أعملها إن شاء الله دعواتكم بس معنا وإن شاء الله هنعملها لأن أنا بصراحة ما حبش زي ما حضرتك قلتها صحيح تندرا ولكنها ما حبش أكون المشاهد الوحيد والمشجع الوحيد هذا المنتخب يتحق مننا أكتر من كده وإن شاء الله هنقدر ننجح في الموضوع وبمساعدة الجانب الكاميروني معي هنا ومقيم معي في جروة كمان مدير مصر للطيران بنحاول مع بعض نزبط العمور اللي بتتصل بالسلطات الكاميرونية أنا بقالي يومين الحقيقة دايخ في هذا الموضوع لكن إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا وحنقدر إن إحنا نعمله ويكون فيه أخبار قويسة قريبا جدا إن شاء الله نحاول وإن شاء الله ربنا أديك الصحة فندم وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات سيادة السفير متحة المليجي السفير المصري في الكاميرون وزي ما حضراتكم شايفين يعني الرجل مموت نفسه الحقيقة علشان جمهور مصري يبقى متواجد إن شاء الله في المباراة بتاعت بعد بكرة هنشوف إلا هيحصل وسنظل دائما نتابع مع سيادة سفير هذا الموضوع لأنه موضوع هام جدا زي ما قلت لحضراتكم كان النهاردة فيه افتتاح هام لبطولة كأس الأم الأفريقية افتتاح بسيط لطيف يتناسب مع الجو العام ويتناسب مع اللي كان بيحصل خلال شهر ونص ورى الشهرين اللي ما قبل افتتاح هذه البطولة لكن في النهاية المباريات ابتدت بسخونة كبيرة جدا بركينا أحرازت الهدف الأول ضد منتخب الكاميرون ثم ركلتين جزاء الحقيقة أحرازتهم أو أحرازهم منتخب الكاميرون اللي يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف ثم في المباراة الثانية المنتخب الأثيوبي ومنتخب الرأس الأخضر كابفيردي وكانت النتيجة واحد سفر وانتهت النتيجة بهدف لكابفيردي وبالمناسبة منتخب أثيوبيا اضطرد منه الاستوبر بتاعه في الديئة ستة أو سبعة من بداية المباراة بعد أخطأ الحقيقة في لعبة كان عايزي رأس المهاجم مهاجم خده وراح فخبطه بعد الرجوع للفار الحكم المباراة ادى كارتة أحمر لمدافع المنتخب الأثيوبي ولكن المنتخب الأثيوبي لعب مباراة جيدة الحقيقة من الناحية الفنية وبالتالي مباراتين أعتقد أن البطولة بدأة قوية جدا جدا في المباراتين الأولى والتانية بكرة إن شاء الله فيه مباراة هتلعب على كل المجموعات المجموعة الأولى هتبقى السنغال وزنبابوي والمغرب وغانا ثم غينيا وملاوي وجزر القمر والجابون دي الأربع مباريات إن شاء الله اللي هتلعب غدا إن شاء الله في بطولة كأس الأمم الأفريقية ساعة ثلاثة السنغال وزنبابوي الكل ينتظر السنغال السنغال هيعمل منتخب أو منتخب قوي جدا وأحد المرشحين الكبار للوصول للمباراة النهائية والفوز بهذه البطولة هيلعب زنبابوي ساعة ثلاثة عصرا ثم في الساعة السادسة مبارتي المغرب وغانا مباراة من الأحيار الثقيل وغنيا وملاوي الساعة ستة أيضا وثم في النهاية في تمام الساعة التاسعة جزر القمر ستلاقي الجابون كل المباراة زي ما حضرتكم شايفينه خلال عشر تيام اللي جاية الساعة ثلاثة والساعة ستة والساعة تسعة عشان كده احنا أجلنا معادل برنامج ساعة دايما برنامج البيت الكبير هتلاقوه مع حضرتكم طوال الأسبوع من الحد للاربع الساعة أحداشر بالليل من الحد للاربع الساعة أحداشر بالليل إن شاء الله هنكون مع حضرتكم طول فترة الأمم الإفريقية أو مباريات الأمم الإفريقية طيب هيا عايزين تطمن برضو على المغرب حاولوا تكلموا لنا النقد الرياضي الأستاذ حمزة شتوي يطمننا برضو على المغرب خمستاشر لعب تخيل حضرتك أن أنت بتسمع أخبار عن كورونا إن فيه داخل المنتخب المغربي دي تقارير حتى الآن يعني وليست أكيدة هي أن خمستاشر لعب داخل المنتخب المغربي عندهم كورونا هل دي تقارير صحيحة ولا لأ هنشوف هنحاول نجيب حد من المغرب نتطمن لأنه في الحقيقة إحنا بنحاول نجيب لحضرتكم كل ما يخص البطولة بطولة كأس الأمم الإفريقية لأنها هي الحدث دلوقتي الكل ينتظر إيه اللي حيحصل في هذه البطولة القوية جداً الهامة جداً اللي الكل بينتظرها مع بداية كأس الربطة أيضاً اللي حتبدأ خلال الأيام القادمة إن شاء الله خبت الربطة من النحية المحلية الحقيقة وأنا بتكلم على كأس الربطة قبل بس ما تكلم عن هذا الموضوع من كم يوم وأنا الحقيقة كنت أقصد أن أنا ما تكلمش بالسان حد من اللي أنا هتكلم عنهم لكن من كم يوم كان معايا النائب أحمد دياب رئيس يوم الثلاثة اللي فات أو يوم الآربعة يوم الثلاثة يوم الآربعة اللي فات ماشي يوم الآربعة كان معايا النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وكان معايا مع حضراتكم هنا على اللواء مباشرة والراجل تكلم وكلمت معايا في كل الانتقادات أو في كل النقد الخاص بالقرعة ومش القرعة وكل حاجة فيما يخص الرابط دخل معانا الكابتن عماد متعب الكابتن عماد متعب مش أنا اللي هتكلم عن عماد متعب الحقيقة عماد متعب زي ما حضراتكم عارفين واحد من أهم وأفضل النجوم في النادي الأهلي وفي مصر في النادي الأهلي وفي مصر كل جمهور النادي الأهلي بيحب عماد متعب الحقيقة بدأ في الأهلي وبطل في الأهلي بالمناسبة عماد فعماد متعب قبل احنا دايما بنتكلم احنا اصدقاء يعني انا وعماد اخوات صغير يعني فبنتكلم كتير وكلمت مع النائب احمد دياب وكان هناك كلام عن احد الاشخاص او احد مقدم البرامج الرياضية خلاص اللي موجودين في احد القنوات المصرية وليست قناة النادي الاهلي طبعا كابتل عماد كان بيقولي ان هو كان بيتكلم معاه وكذا 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 وفاهمه كل حاجة وقاله تمامه كل حاجة ولكن في نفس الوقت طلع انتقد نقد غير بناء غير بناء هو قال لي ما عنديش مشكلة ان كل الناس تانتقد وده كان كلامي برضو مع النائب احمد دياب فالحقيقة لما كابتل عماد دخل انا شخصيا كنت عارف هو بيتكلم انا مقدرش طبعا اقوله وكان بيتكلم على مين ولكن انا كنت عارف هو بيتكلم على مين وكنت عارف انه لا يقصد اي حد من جمهور النادي الاهلي وكنت عارف والحقيقة احمد لما يخش يتكلم في قناة الاهلي تحديدا دايما دايما الناس بتبقى عارفة قد ايه احمد متعب بيحب النادي الاهلي وبيحب هذا الكيان واحد عاش وتربى وحيعيش وحياته كلها حتى لو بيشتغل في العمل العام فلازم يبقى دايما موازن في الامور ولكن هو حبه يعني حبه بقى يعني ده حياته دي حاجة بتاعة ربنا مش حاجة تانية فالناس عارف انه لما عمد يخش يتكلم هيتكلم اكيد مش على حاجة تخص النادي الاهلي وممكن يكون متدايق من حد معين حاجة معينة تكلم عنه فخلينا نروح لكابتن عمد متعب بنفسه هو يقول هذا الكلام او يعني يقول الكلام اللي هو عايز وطبعا نائب رئيس رابطة الاندية المحترفة كابتن عمد ازاي حضرتك كابتن سلام الاخبار اذا حرك عامل ايه معلش انا يعني انا ساكت على الموضوع ده بقى لي 3 ايام ولا 4 ايام لانه انا الحقيقة ما تصورتش ولكن لما لقيتك امبارح او قول امبارح اتكلمت مع كابتن سيف زهر وقلت او شرحت الموضوع بشكل رائع الحقيقة ان هناك البعض بيحاول ان هو يعمل وقيعة ما بين كابتن عمد متعب وجمهور النادي الاهلي فاضطريت ان انا اتكلم انا اسف جدا لا لا طبعا انا كابتن سلام بص في البداية اول حاجة انا هاعتذر عن التصريح اللي انا قلته عشان ما حدش يزعل مني انا محبش حد يزعل مني خلط اول حاجة ولو كان ده وقت عصبية او نربزة فانا بعتذر عليه اترم طول عمرك رقم اتنين انا ما عنديش مشكلة ان اي حد ينتخدنا او اي حد يبقى عنده اعتراض على حاجة بنعملها لاني مفيش حد فوق النقد الفكرة كلها عندي مشكلة في فكرة النقد لمجرد الهد النقد لمجرد ان انا بوص حاجة بتتعامل هي ممكن تبقى كوي بس هي دي النقطة الوحيد النقطة الاهم بالنسبة لي ان في ناس كتير مش ناس كتير يعني هو في شخص او شخصين كده مركزين معايا عايزين يوقعوا بيني وبيني اوزور النادي الاهلي ايو مش عارف ليه او بيني وبين مجلس قدارة النادي الاهلي اولا انا دخلت مع حضرتك على قناة النادي الاهلي ده رقم واحد رقم اتنين انا بمثل النادي الاهلي داخل ربطة الاندية نعم رقم ثلاثة انا مستحيل 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 اتكلم على النادي الاهلي او على مجلس قدارة النادي الاهلي او على حد شغال او موجود في قناة النادي الاهلي بشكل مش قوي نهائي لو حصل ده هكلمني في الترفو مزبوط هتصل بيه شخصيا واقول له واحدين ثلاثة اربعة وانا زعمل منك في كل هي زي ما حرجت فضلت وقلت هو الكلام كان موجه لشخص وخلاص والموضوع بالنسبة لي انتهى وخلص وانا كمان للمرة التانية اقول له حرجت انا بعتذر عن عن التصريح اللي قلته علشان ما بحبش حد بيزعل منك أنا الحقيقة اعمد يعني طبعا اعمد زي ما قلت لحضراتكم اخوال صغير فانا الحقيقة فجأت باللي بيحصل اليومين ثلاثة اللي فاتوا لكن انا الحقيقة مش قادر ارد لانه في النهاية الكل يعلم ماذا العلاقة الكبيرة اللي ما بيني وما بين عماد لان احنا كنا بنلعب في جيل واحد على الاقل يعني فقلت لا لازم عماد بنفسه هو اللي يطلع يرد وهو اللي يطلع يقول هذا الكلام لانه الحقيقة احنا عارفين الكلام احنا عارفين والله العظيم ثلاثة قبل الحلقة عارفين واحد اتنين ثلاثة ومتكلمين ويعني واتكلمنا في كل حاجة وعارفين الدنيا ماشي ازاي والامور كلها فانا استغربت جدا هذه الحملة الغير طبيعية الحقيقة على واحد من نجوم النادي الاهلي اللي ما يصحش ان هو موجهة طبعا ما يصحش ان هي تصل الى هذا الحد وهو الرجل اقسم بالله وانا على الهوى انا قبل الهوى انا عارف هو كابتن احمد يتكلم على مين تحديدا لكن ما اقدرش اتكلم يا جماعة في هذا الكلام لان الناس حتى انتقادت مننا تحديدا لكن انا في النهاية ما عنديش مشكلة لكن احمد لا احمد متعب لا احمد متعب كل جمهور النادي الاهلي بيحترم احمد متعب كل جمهور النادي الاهلي بيحب احمد متعب حتى لو هو كان متنرفز وانا احنا اتكلمنا معاه فالحقيقة هو وزي ما حضراتكم شايفين ما ينفعش حد يزايد على أهلوية عماد متعب. وجهة نظري مهما يقول مهما يعمل ما ينفعش حد يزايد على أهلوية جمال متعب. تفضل عماد. لا لا تفضل. أنا والله هي نار بس بس أن أنا لما كنت فاركت على الفيديو اللي كان فيه النقض يعني هو عشر دقايق نقض أنا ما كنتش مصدق هو النقض ده ليه؟ لأنه ما فيش حاجة تستدعي للنقض تماما إحنا كرفضة والله عاملين مجهود غير طبيعي لصالح الكرة المصرية نحن الحمد لله ولا حاجة شخصية ولا في حاجة مادية ولا أي حاجة من حاجات دي نهائي نهائي. نحن يعني الحاجة دي ما عندهاش كتاب أصلا في البنك كربطة لسا ما تدحلاش كتاب. نقطة كلها إن كاس الرابطة ده إحنا بنعمله لمصلحة الأندية المصلحة. الأندية بتدور على مبارات فويتية في الوقت اللي فيه تجمعات كاس الأمم. فإحنا بنحاول بقدر إمكان إن إحنا نخلق بطولة جديدة هي بطولة كاس الرابطة. وفي نفس الوقت نعملها استثنائية السنة دي بس مش أكثر يعني. فعالعموم يعني أنا بالنسبة لي إحنا بسنة جديدة أنا مستعلم من حد وأتمنى لو أي حد تعلم مني ما يزعلش مني. لا ما حدش يزعل منك يا نجم أنت رجل محترم وحتى لما بتبقى متنرفز. بس إحنا كلنا عارفين فلو حتى متنرفز شوية بترجع زي ما أنت شايف كده بتطلع وبتقول يا جماعة أنا بعتذل حتى لو كنت متنرفز شوية. لأن في النهاية يظل دائما عمد متعب هو نجم كبير ولهم وحبينه اللي بيتفرجوا عليه واللي بيشوفوه بيتكلم إزاي وبيلبس إزاي. ودقنه طويلة ولا سيارة كل حاجة يا عمد. فستظل دائما إنت الجاني يعني هنعمل إيه؟ والله يا كابتن سلام أنا يعني الحمد لله على مدار ما سيبتي في الناد الأهلي. وحتى وأنا بأخذ قرار أن أنا عدزل. كان كل حرص إن مفيش واحد من جمهور الناد الأهلي يزعل مني أو من مجلس إدارة الناد الأهلي يزعل مني. وعلشان كي خدت قرار أن أنا مش هقدر ألعب حتى غير الناد الأهلي. فاللي بيضايقني واللي بيزعلني واللي بيكون متعصب منه جدا. أكثر حاجة بتعصبني إن حد يحاول يوقع بيني وبين جمهور الناد الأهلي. أي حاجة تانية بتعدي. لكن فكرة الوقيعة بيني وبين جمهور الناد الأهلي أو بيني وبين مجلس إدارة الناد الأهلي. دي أكثر حاجة بتضيقني وبتعصبني. وأتمنى أتمنى أن الأشخاص اللي بيعملوا كده يبطلوا لأن أنا يعني بدأت تعرف أساميهم. بدأت أجيبهم بالإسل. يعني مش هيبقى لذيذ أن أعود أتكلم في ده. أنا أنا واحد عايز أعيش حالي. عايز أتعامل طبيعي يعني يعني خلاص أنا بطلت كرة أجماعة بعد ذنوكه بس بهدوء سواء. خلوا الدنيا تمشي. لأن الناس دي فعلا فعلا. اللي بتحاول تعمل كده سواء بالوقيعة بين جمهور الناد الأهلي أو سواء. بهد مختصة الربطة. هي ما بتشتغلش تطالح الكرة المصرية. أنا متأكد إن عمرة ما هتحصل ليكون هناك وقيعة حتى لو حصلت اليوم والأتنين. لكن يا ظال دائما أعمال متعب في قلوب كل الأهلوية. بدون استثناء أعمال يعني أنا بقول لك الكلام ده وأنا من محبين أعمال متعب وبتفرج عليك. فيعني أنا سعيد جدا. شرف ليك بالإسلام والله إن أنا لعبته. أنا شرف ليه إن أنا لعبته محارك والله العظيم. استفدنا كتير جدا من خبراتك والخبرات الجيل ده بالكامل. فأنا شرفت باللعب معك والله. ربنا يخليك ليه يا عمدة وربنا يوفقك. وحنطلع ننتقلك بس هكلمك في التليفون الأول أقولك أنا بأنطقت كذا كذا كذا. عشان أفهم أي وقتك. حبيبي ربنا يخليك أنا بشكرك جدا النجم الكبير كابتن عماد متعب. نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة وزي ما حضراتكم شفته. أنا كنت ساكت بس للأربع خمس أيام اللي فاته من يوم موجود النائب أحمد دياب هنا لغاية دلوقتي. لأن بعض الحقيقة أخليها ممن رأيه شجع النادي الأهلي. من الناس اللي ما بتحبش النادي الأهلي الحقيقة حاولت توقع حتى ما بيني وما بين جمهور النادي الأهلي. إن أنت ساكت هو بيشتم كابتن عماد متعب بيشتم أسامة حسني. ولا بيشتم أسامة حسني. ولا سمع أساسا للكابتن أسامة وبك. كل واحد له وجهة نظر على فكرة هنا في القناة إحنا ماشيين كده. إن كل واحد له وجهة نظر يطلع يتكلم بالطريقة اللي هو عايزها وبالأسلوب اللي هو عايزه. لأن إحنا عارفين كلنا أن أسلوب وطريقة النادي الأهلي كلنا دايما بنتبعها. كلنا في القناة بنتبعها ولكن كل واحد بطريقته. ممكن أسامة عايز يوصل حاجة وصلها. فلان عايز يوصل حاجة بيوصلها بطريقة تانية. ولكن في النهاية هي سياسة واحدة سياسة النادي الأهلي. هي دي القناة عشان بس تبقوا حضراتكم عارفين او اللي مش عارف يعرف كويس جدا ان هذه هي سياسة القناة نحن بنسيب الحرية للجميع انه هو يتكلم ولكن في اطار سياسة النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي واخلاء النادي الاهلي وزي ما حضراتكم شفتوا ادي اعماد متعب وادي اخلاء النادي الاهلي واللي حضراتكم شفتوا ده هو جزء بسيط من تربية النادي الاهلي اعماد متعب ده جزء بسيط من تربية النادي الاهلي حس أنه هو غلط وصوته علي فاعتذر أولاً ثانياً قال لك أنا ما اتكلمتش على مجلس إدارة النادي الأهلي ما اتكلمتش على جمهور النادي الأهلي ما اتكلمتش على أي حد شغال في قناة النادي الأهلي لأن زي ما قلت لحضراتكم إحنا عارفين قبل التليفون عماد كان بيتكلم على مين يعني مش عايزة أقول لحضراتكم حاجات أنا ما ينفعش أن أنا أقولها لكن في النهاية قادي عماد متعب نجم النادي الأهلي ونجم مصر الحياة وسيظل دائما في قلوب كل الأهلوية ودي كلمة أنا بقولها حتى لو كانوا زعلي منه أعتقد بعد الكلمتين اللي كابتن عماد قالهم الموضوع انتهى تماما سألنا الناس حالات كورونا هتأثر إزاي أو كورونا كيف ستؤثر كورونا على مستوى بطولة كأس الأول الأفريقية طلعنا سألنا الناس وبعد كده هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل عندي النهاردة جزئين الجزء الأول من هذه الحلقة هيكون معايا ناقدنا رياضي الكبير الأستاذ عصام شالتوت وناقدنا رياضي الكبير الأستاذ أيضا خالد الإتريبي ولكن نطلع نشوف ماذا قال الجمهور مصر وتوقعتهم لما هو قادم في هذه البطولة وأيضا إيه رأيهم في موضوع كورونا هل الكورونا ستؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على هذه البطولة ولا لا نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل أستاذ أصام شالتوت الأستاذ خالد الإتريبي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين أستاذ عصام جدا ومن الناس اللي حراك عشرته سنين طويلة سنين طويلة طبعا طبعا وهو الشخصية تستحق الاحتراب الجان جلاد الحراس المتعب ده كراويا إنسانيا أماد متعب من لعبة الكورة اللي عمره ما تمسكن وعمره ما قام بأي من الأداء اللي يلفت نظر الناس وبالتالي طول الوقت هو راجل جدع وفي نفس الوقت بيعيش حياة مستقرة وشيك ومحترم محدش يقدر يقول عليه تلت التلاتة كامل حياة طيب قبل لأنه مهم جدا خلونا نروح لزميلنا وانقدنا رياضي أيضا الأستاذ حمزة اشتوي من المغرب لأن احنا الحقيقة سمعنا أن المغرب بخمستاشر حالة كورونا تقارير بعض التقارير قالت هذا الكلام عايزين بس نتطمن على المنتخب المغربي أستاذ حمزة إزاي حضرتك يا فندم وكل عام وانت بخير يعني ان شاء الله سنة سعيدة جديدة وسعيدة على الجميع طمنا على المنتخب المغربي وعن صحة هذه التقارير أهلا بك زميل العزيز إكلام وأهلا بظيوفك الكرام وبكل مشاهدين ومتابعين أكيد التقارير اليوم زميل الإسلام القادمة من الكاميرون تؤكد على أنه هناك إصابات في الصفوف المنتخب الوطني المغربي في الصفوف اللاعبين وكذلك في الصفوف البيتة أي الوفد المرافق للعناصر الوطنية للكاميرون لكن حتى الآن التقارير يعني حسب الزملاء المتواجدين في الكاميرون والذين حضروا الحصة التدريبية للمنتخب الوطني المغربي اليوم يؤكدون على أنه ربما إصابتين إيجابيتين فقط هما الموجودين في الصفوف المنتخب الوطني المغربي في الخط العجومي نتحدث عن اللاعب أيوب الكهبي ونتحدث كذلك عن متوسط الميدان برقوق بالنسبة للحدادي لعب إيشبيليا المتحة الأولى جاءت إيجابية لكن المتحة الثانية جاءت تلبية باقي التقارير التي تتحدث عن إصابة 15 شخص حتى الآن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تخرج بأي بلاغ رسمي يؤكد على أنه هناك إصابات لكن عموماً عموماً التقارير تؤكد على أنه هناك إصابات منهم إصابتين إيجابيتين وحالتين مؤكدتين ربما في الصفوف لعبين منتخب الوطني المغربي حسب الزملاء القريبين جداً من بيع تسل منتخب الوطني المغربي هناك في الكاميرون لا لو جات على حالتين ما فيش مشكلة يعني طبعاً نتمنى السلامة للجميع ولكن بعد ما نسمعنا 15 نسمع حالتين أعتقد أن ده يعني أرحم بكثير يعني أرحم بكثير يعني من أنه نسمع على 15 لعب ولكن أيضاً على سبيل الإصابات هل بالفعل بدر بنون مصاب أو أصيب اليوم في التمرين المنتخب المغربي أكيد هو أولاً أنا قلت حالتين في صفوف اللاعبين نتحدث عن اللاعبين أما في الوفد المرافق هناك حديث عن إصابة الوفد المرافق لكن لا أعتقد أن هناك 15 حالة في اللاعبين هناك إصابتين مؤكدتين لأنه يا إسلام أنت تعلم وأنت سيد العارفين أن نفرق ما بين التقارير الرسمية والتقارير الإعلامية التي ستتضارف هنا وهناك بالنسبة للإصابات سعلاً بطر بنون تعرض إصابة لكن تبدو عموماً على أنها طفيفة كذلك يتفن طير مهاجي النادي إستيليا للإسطاني لا زال يتدرب ويكتفي بتدريب فرادية لأنه راجع من الإصابة عموماً نتحدث عن إصابتين في حالة كورونا ونتحدث عن إصابة ربما طفيفة للمدات عبد ربانون وكذلك لأيوت فانتير وهناك تقارير أخرى تؤكد على أنه ماي المهاجم الشاب والواعز في الصفوف المنتخب الوطن المغربي كذلك أصيب في الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة بعد الصدام مع حد زملاء في المنتخب بكرة مباراة صعبة جداً المنتخب المغربي أمام المنتخب الغاني مباراة واللقاء صعب جداً أستاذ حمز أكيد أولاً زميل الإسلام أن نسمعنا كل الصفيف لأسود الأطلس والجميل أننا كعرب هناك وحدة كبيرة المغربية تمنى التوفيق للفراعنة والمصرية تمنى التوفيق لأسود الأطلس وكذلك التونسي والجزائري فأنا تمنى التوفيق للمنتخبات العربية المنتخب الوطني المغربي كما قال عميزة الفريق غانم سيس في الندوة الصحفية اليوم التي تصبح المباراة مباراة صعبة أمام البلاك ستارز الغاني أنا بالأمس كنت مع النحب الوطني الصابق بادو الزاكي وكذلك رشيد الطاوتي في دردشة مع هذين الإثمين الكبيرين أكدوا كذلك على أن مباراة المغرب غانة ستكون مفتاح أسود الأطلس في البطولة لأن الانتصار سيجعلنا نستفيد أكثر من الإمكانيات التي عندنا أي نتيجة غير الانتصار ولا قدر الله لازم قد تدخل اللاعبين في دهشة البداية وأنت تعلم أنه دهشة البداية ياما أسقطت منتخبات كبيرة من مصابقات قرية لهذا نتمنى التركيز كل التركيز على المنتخب الغاني وأن نتذكر على أن عدد المنتخب لديه أسماء شابة وأسماء لديها الخبرة والتجربة ويصف من المنتخبات التراسيكية والأمل كل الأمل في الانتصار وتحقيق ثلاث نقاط في دفع كبيرة للأسود شكرا صديق العزيز الأستاذ حمزة أشتوي زي ما حضراتكم عارفين من المغرب طبعا علشان يطمن على المنتخب المغربي إذن هي تقارير ليست صحيحة إصابتين فقط مؤكدتين بكورونا غير إصابة طفيفة جدا للنجم النادي الأهلي ونجم المنتخب المغربي بدر بنون وبالتالي أرحم كتير جدا من كل التقارير الحقيقة اللي كنا بنسمحها النهاردة طوال النهار على المنتخب المغربي كل التوفيق طبعا للمنتخب المغربي بكرة إن شاء الله أمام المنتخب الغاني كنا بنتكلم عن عماد مدعب لأنه خلال الأيام السابقة الحقيقة عماد يعني دخل عمل معنا مدخلة الحقيقة وكانت المدخلة يعني هو كان متنرفس شوية حتى هو اعتذر عن هذا الأمر وبالتالي شخصية محترمة حتى لو حس أنه هو غلط بيعتذر مؤكد هي دي تركبته عشان كده دايما كنت أقوله أمدا أنت عايش حياتك ببساطة شديدة ومستمتع كمان أمدا مش من الناس اللي تعمل يعني فيها إنه كل شيء الحمد لله يعني عايش حياته شاب ثم ناضج ثم نجم كبير لم يعتدي أبدا على أي من تقاليد وأعراف لا كرة القدم ولا ما تربع ليه في النادي الأهلي ويكفي أنه هو يعني اكتفى بما قدمه مع النادي الأهلي ولم يفكر حتى في الانتقال للأمانة يعني وبالتالي ما حدش يجرؤ غير إنه يقول إن أعماد متعب بيصعب عليه نفسه بالمعنى الدارك إحنا المصريين نقولها من كتر مناش هدف التأدب مع الناس حريص على حقوق الناس بيصعب عليها نفسي بس ده الحقيقة بعد ما بيفيد بالكيل يعني دايما أعماد ما بيستهوش الخروج للرد كابتل الإسلام وانت عارفه كويس لكن ساعات بيفيد الكل كما حدث مع أماد يعني أساس خالد أيضا لما نيجي نتكلم عن دور الرابطة الحقيقة واضح الفترة اللي فاتت نوى له دور لهم دور جيد الحقيقة ممكن يتم انتقادهم في بعض الأمور ولكن في النهاية يجب الوصول إلى صيغة للتفاهم لأنه الربطة عاملة شغلة جيد ده محدشي إدارين كده أنا واحد بالناس كنت في الأول بالضبط بانطاقة ده وكنت شايف أن انتحد الكرة لن يسمح ليهم أو لن يترك لهم اللجنة بالمؤقتة السابقة يعني لن يترك لهم المساحة أن هما نجحوا في انتزاع ونقصد الكلمة انتزاع صلاحياتهم وصلاحياتهم قدروا أن هما يبرهنوا ويثبتوا ده على أرض الواقع سواء في شكل المسابقة سواء في الانتظام سواء في التصوير سواء في أمور كتيرة طبعا الحلقة الأضعف في الموضوع كله هو التحكيم وهم دايما بيعترفوا بده وده شيء كويس جدا بالنسبة للربط أن هما بيعترفوا أن فيه تأثير من التحكيم وعلشان هما الحلقة اللي مش تحت إيديهم في اللعبة عجبني جدا الكلام الإيجابي اللي طالع من اتحاد الكرة الجديد برئاسة المنتخب نعم طبعا برئاسة رسول جمال علام أنه فيه تفكير أنه ليه لأ ما يكونش فيه خبير تحكيم أجنبي هو اللي يكون رئيس للمنظومة لتطوير المنظومة علشان الطول الفترة اللي فاتت كان احنا جربنا كل الأسماء وكل الأسماء ما احترمنا كامل كان فيه خلاف عليهم إنما أنا واحد من الناس شايف أن أسوأ مرحلة عندنا بها تحكيميان هي مرحلة الماضية سواء الموسم اللي فات أو الموسم أو اللي تلعب في الموسم ده فإذا أنك تدور على الأزمات سواء الرابطة وتحاول تحلها ويكون في تفاهم في تصريحات ما بين الاتحاد الكرة الجديد أنا شايف أنه فيه محاولات للانسجام والتناغم سواء التصريحات اللي طلعة جديد من اتحاد الكرة والتصريحات اللي طلعة من ربطة الأندية لا بيبين ويبين كمان أن الربط هتنجح أكتر لأنك لما تكون عندك أنت بتنتزع صلاحيات مع لجنة مش عايزك يكون نجدور وتقدر تقدم ده فلما يكون معك تعاون مع اتحاد كرة منتخب ويكون فيه ربط عايزة تعمل إن شاء الله كابتل إسلام بس في بعض التحفظات عن ربطة عشان يعني أنا ضد التوقيع على بياض يعني لأي حد وبالتالي عليهم بقى إذا كملنا على اللي قاله الأستاذ خالد أتريبي صديق الغالي يعني أنهم ينتزعوا ما هو حق للربطة لأن احنا وثقنا في أنه الموجودين عندهم يعني بيقولوا إيه فيجن على الدنيا رؤية على الدنيا وعارفين كواس قوي أنهم سابوا حاجات ويدوب خدوا بعض الحاجات لم يستكملوا بعد طريقهم التحكيم حق قصيد لا تفاوت حوله فكرة لجنة المسابقات بالعقوبات بكله بكله معرفش التفاوت طال يمكن كان ده محاولة يعني من اللجنة عشان كده مطلوب منهم كربطة أنهم يورونا فرق عمل ويورونا النموذج الغربي اللي وعدونا به ويورونا زي يكون فيه مسوقين أنا عارف طبعا العقل اللي لسه مخلصة أو العقود لسه وحتى لو كان نفس الحوار هيكون موجود إنما نحن نريد ربطة حقيقية علشان تكتمل الحكاية محتاجين نقول ماشي الحال هنديهم وقتهم وننتظر النتاج ده بالزبط كده ننتظر النتائج أفضل من اللي احنا شايفين وكمان لأن دايما كرة القدم تستحق الأفضل والأفضل نتمنى نعم نتمنى نتمنى إن شاء الله عايز أخذ حضرتك برضو لافتتاح اليوم النهاردة افتتاح بطولة الأمم الأفريقية أنا شايفه افتتاح طبعا على رأيي السيد السفير متحة الميليجي لك ما ينفعش تقارن بالافتتاح في مصر في 2019 لكن افتتاح بسيط جيد يتناسب مع الوضع كلام رائع من معالي السفير وده دور مصر أنه يخرج سفيرها ممثلها عشان يتحدث عن أشقاء في القرى طبعا هم يعني دولة الكاميرون ويقول الكلام ده لأنه الحقيقة كرة القدم تعطي يعني لدول القرى الأفريقية يمكن أكتر حتى من أمريكا اللاتينية زرفهم الاقتصادية أفضل شوية تعطيهم الكثير والكثير من روافض الحياة يكفي أن الجمهور يعرف أنه بتضيف مستشفيات وأبونا تحتها مش بس ملاعب وانتهينا عشان كده كان الافتتاح بسيط بقدر ما استطاعت الكاميرون أن تقدم ومن الظلم بل كل الظلم أن حد يربط أي افتتاح في القرى أي افتتاح في القرى بما يقدم في جمهورية مصر العربية حيث التاريخ والحاضر استشراقا بالمستقبل وقد عادت مصر لمنظمة الوحدة الأفريقية ومنها انطلقنا لما خدنا عشرين ساعتاشر وشوف بقى استعدينا في ثلاث شهور استأذننا أن تكون المغرب مقدمة ملف من عدمه لما رفعت إيه ده والكاميرون قالت لن أستطيع دخلت مصر للتنفيذ وبالتالي لأن المهار ده لازم نقول لهم شكرا اختاروا على فكرة البساطة علشان لا يمكن يكون فيه إبهار وكذا دون إمكانيات الدنيا كلها كمان عطلان اقتصادي أنا كابتن وبالتالي اللي كان جميل كمان يا فكرة تجميع كل المطربين من القارة وعنوان حتى الغنوة بتاعة الافتتاح كان لطيف أن احنا نقف مع أفريقيا وأن احنا بالفعل أفريقيا نناظر ونناطح العالم بمناجم المواهب شيء جيد في حدود ما استطاعوا أن يقدموه تمام خالد برضو أخذك لنقطة تانية لأنه مهم جدا في ظل الإصابات اللي عمليين اسمح يعني الحمد لله تأكدنا أن منتخب المغرب إذن إصابتين فقط بكورونا ولكن منتخب غينيا عنده حوالي ست إصابات أو سبع إصابات بكورونا مؤكدين منتخب بقية المنتخبات عندهم برضو منتخب مصر عنده قبل ما يسافر ويعني قد يكون إن شاء الله بيبقاش في حد موجود بكرة وبعده يا رب إن شاء الله لكن في نهاية المستوى الفني للبطولة لأننا شايف إن البداية جيدة من الورد يا كابتن بس لابد أن نحن نحط في اعتبارنا حاجة إن كل مدير فني وهو بيختار القيمة بتاعته أكيد بيختار إنت بتختار قيمة المنتخبة بتختارش قيمة الفريق نعم وبالتالي إنت بتختار أفضل 30 عنصر مثلا أو أفضل 25 عنصر موجود معاك إن هو يكون متاح معاك كل مركز لابد إن يكون فيه بديل واثنين وبالتالي من الممكن إن المستوى الفني يتأثر بشكل أو بآخر إنها مش بالشكل إن الناس متخيلاء لأن فيه حاجات كثيرة جدا بتضغى في البطولات المجمعة زي روح اللعيبة والإصرار وإنك عايز تحقق يعني نتيجة إيجابية للمتخب بلدك عايز تصنع فوارق وبالتالي أعتقد إن لو تأثر مش هكون التأثر بالشكل الكبير يعني إنما أنا عايز معلش لو تسمح لي عايز أتكلم في جزئية ما قيل وما تردد عن مقارنة مصر بكل الافتتاحات اللي حصلت يعني في أفريقيا أنا شايف من الأفضل لمصر إن إحنا نقارنها بالدول الأكثر تنافسية يعني إنك تبص لليه اللي بي نفسك أو تبص للمستويات الأعلى ده يصوب في مصلحة مصر ويصوب في مصلحة كل من يتقدم من المسؤولين حتى وإنه يفكر في تنظيم مصر أي شيء أنت لابد إنك تبص الحاجات المتقدمة والدول المتقدمة عملت إيه أو اللي بتنافسك مش إنك تقول إن ما فيش وجهة مقارنة بين الاتنين ده رقم واحد رقم اتنين افتاح النهارده لو حطينا في بالنا إن ده افتتاح يليق ببطولة كان كل المسؤول فيها بيحارب عشان إقامته لأنه كان بيحارب الاتحاد الدول لكرة القدر يعني بيحارب عبد عامفنتينو تم استقباله بسفرات استهجان طبعا وعربين من القرى كمال طبعا طبعا فإنك تتكلم على دول كانت مصر كان الناس بتتحايل عليها عشان تخذوا البطولة شوف الفرق إنما الكاميرون وطبعا مصر رجحت النجاح من قطع النظير في تنظيم البطولة إنما نقصد إيه قصد إن دي دولة حتى اللحظات الأخيرة هنلعب ولا مش هنلعب صحيح فطبيعي إن ده يكون فيه شيء من الشكل الناس اللي بتنظم البطولة الناس اللي بتنظم الافتتاح اللي نشافه النهاردة ده انتصار لأفريقيا أتمنى الانتصار ده من الاتحاد الأفريقي إنه يكتمل بتعزيز دوره وإنه يقول إن ممثل أفريقيا في كهس العالم للأندية وهو النادي الأهلي لابد أن يكون لأفريقيا اعتبار لابد أن يكون اللي حصل الموقف اللي اتاخد في بطولة أفريقيا والإصرار على إقام بطولة أفريقيا إنه يكون فيه إصرار إن النادي الأهلي ياخد حقه إنه يكون بشكل متساوي مع كل الأندية إنه أفريقيا أنا رحي مش عارف إزاي لأنه برضو دي نقطة بقى كتير أو بديتكلم وابقى السؤال للنفس أسأله ولا يعني إجابة معلش لو طولت يعني أنا أصد المهندس هنا بريد تحديدا كان فيه تحديدا أربع اجتماعات للمكتب التنفيذي خلال الفترة اللي فاتت لم يصدر معلومة من المكتب التنفيذي أن الملف تفتح أصلا في كل اجتماعات للمكتب التنفيذي أو أنهم ياخدوه ويروحوا به للفيفا إطلاقا وكمان أنا شايف الأعلام خلال 48 ساعة اللي فاتوا الأعلام كله كله باستثناء قناة الأهل كله تكلم على خبر أن في وفد رفيع المستوى هيروح المكتب التنفيذي من الاتحاد دول الاتحاد دول الكرات القدم والاتحاد الأفريق الكرات القدم هيروح علشان يفك الاشتباك ما بين كاس العالم الأندية و كاس أوم أفريقيا أولا الوفد الرفيع المستوى لم يراه أحد في المكتب التنفيذي ولم يصدر أي شيء أو أي معلومة بتقول أن المكتب التنفيذي تم فتح فيه الموضوع أنا نفسي أفهم ليه إيه السبب السبب هو هو أنك أنت بتشتغل لحساب اللي عايز يفضل في الاتحاد الدولي وهم عربين في القرى أكتر من حد مش المهان ثاني بس عايزين يبقوا موجودين بحزا انفنتينو الحماية أوروبية خلي بالك واحدة من نقاط القوة إن قلتوا قالهم قد أجمع من القرى من يستلهم إنه الدوريات بتاعتك نبقى في غير حاجة لا وأستطيع بنجوم القرى جلب مستثمرين لملاعب وشوية الحاجات اللي بتعيشوا بيها وتبقى دورياتنا وتبقى بطولات القرى الصمراء منافس صحيح ده عايز سنين لكن لو وقف النجوم وعملوا ده ممكن يبقى مزعج جدا كما البلاد يعني اللي بتنمو وبيكون التاني مش عايزها تنمو بالبلد يعني وبالتالي هنا بقى أنت النهاردة بتقول ده في نفس الوقت اللي في اتجاه آسيا ولأنه البطولة هتكون في الإمارات بتلاقي الناس هناك مش عايزة البطولة غير في أبها يعني صورها مش عايزة البطولة غير بكل النجوم مش عايزة البطولة غير وهي تدر أرباح وإيه ده هنا مربط الفرص النادي الأهلي دائما وقلت الحضرات كابتن يقدم النموذج المكروه لماذا؟ لا هو بيقول الدين ولا معيش وبيبني فروع وبيؤدي فيه برامجه اللي بيقدمها للناس وفي نفس ذات الوقت خلاص مشروع بيتكلم عن ربع من كل سنة يظهر فيه إن شاء الله يعني ما يساوي الجمهورية التانية زي ما في المدينة الرياضية ما شاء الله اللي هتكون موجودة في العاصمة الإدارية يكون الأهلي أضاف كمان منشأة الكلام عن أيام بتواريخ وبالتالي هذه الأعمال إذا ضفت لي أن واحد زي متسبي جاي عشان يعمل تاريخ في القرى وأنا أعي ما أقول وبيحاول يحتاط برئيس النادي الأهلي رئيس مازمبي الأندية اللي عندها مناجم المواهب والسمعة الدولية وبالتالي المشروع ده لازم الوفد رفيق المستوى يكون من أندية القرى الكبرى والسيد متسبي فيه مواجهة كده زي طاولة يعني للتفاوض كما خيمت يعني السلطان سلاح الدين الأيوب وريشارد قلب الأسد في مقر يعني الاتحاد الدولي للتفاوض وإعلان ده للرأي العام وأعتقد أن صفرات الاستهجان النهاردة هتخلي السيد إمفنتينو يعيد النظر مرات ومرات ليه لأن دي تجارة صناعة بهجة وصناعة أم قومي هو لا يقوى على مجابهتها نتمنى سلاح ومني ورياض محرس نجوم فوق العادة نطلع نشوف هذا التقرير وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع أسازتنا الكبار أهلا وسهلا بحضراتكم مرأوكرة عزيزي المشاهدين أستاذ عسام إن شاء الله بكرة في مباريات مهمة جدا وصعبة جدا في كأس الأفريقية ولكن مباريات بكرة هتعدي وهيجي بعد بكرة نلعب مبارات منتخبنا الوطني مع نيجيريا مع نيجيريا منتخبنا الوطني الحقيقة طيب قبل ما منتخبنا الوطني إصابات كورونا قبل منتخبنا الوطني بشوية قبل منتخبنا المحطة اللي قبلها أعرفك أنا على أديو صحيح أنا أداب إصابات كورونا بالنسبة المتخدر الوطني أبو جبل أعتقد مش مؤثر لأنه الشناو موجود الحضري هل في إصابات أخرى بمعرفتك يعني؟ لا طبعا ما فيش إصابات بس يشوف الحسم في هذه القضية هو حسم محترف يعني إيه؟ يعني لما تشوف القرارات المنظمة لعملية كورونا تتبسط إلا ينقص منه ناس في كورونا مش هنعطف عليه بما يفيد الآتي حضراك مين أنا إسلام الشاطر ده مين خالد الأتربة ده مين عصام شلتوت الستوديو ده موجود هنا عشان أنتوا بتستعدوا للبرنامج اللي هيطلع بره يا رجالة أو يبصي من شباك يا رجالة ويجرالوا حاجة ملوش عننا كلام ده كلام مهم فين بقى الناس اللي تصاب منها ناس بكورونا قصو كورونا دي مش بالوة يعني هو ابتلاء آه لكن بنتكلم عن ناس أكل عيشها يا كابتن إسلام إنها تعمل إجراءات احترازية للعيبة والإداريين شغلتي أحميك من نفسك تخيل بقى عشان كورونا لما ما نعملش ده يبقى حضرتك بحنا غلطانين على الكرة السلام وبالتالي هيلعبوا بالمتاح بغض النظر عن الأعداد اللي نقصى وأتصور إنه خلت ربي قال كلام مهم قال إنه المنتخبات غير الأندية المنتخبات أنت اخترت من كل الفرق وبالتالي لديك من اللاعبين نفس النموذج يعني أكنك بتشتري حاجة براند في منها مقاسك ونفس المقاس تاني أكتر من حاجة وبالتالي ما عندكش حد بيقع نمر كبيرة يعني في النص إلا السوبر نجوم وهم أصلا يعني ما بيكملوش سبعين من اليد الواحدة عشان ما نقولش أصابع اليد الواحدة السوبر نجوم لكن لدينا نجوم أنا براهن على لعبتنا الحقيقة في كل الأجيال براهن على لعبتنا بالمناسبة يا جماعة معلش عشان أنا بكوحك كده فالناس كتير قلت لي أنت عندك كورونا أو برد أنا كان عندي برد الثلاثة أربعة تيامة أو الأسبوع اللي فات فأنا عشان بس نسعم ما لا تبعت لي فأنا فعلا كان عندي برد وعملت تحليل واثنين وثلاثة وبي سي آر اثنين وثلاثة تسلمي الحمد لله ومعاديين ما بتتنقلش كمان بالكاميرات يعني بيتفراجوا عليكم ما يخافوش يعني فبالتالي كابتن أنا ما عنديش وقت الحقيقة والمفترض الجمهور ما يبقاش عنده وقت إلا لأنه يعرفها كخبر إنه يعيني ده فلان جاله كورونا المنتخب مش الشخص يعني لا جاله كورونا خلاص هو وشأنه بقى يبقى نعرف نحاسبه كويس قوي ليه جاله كورونا زي بالزبط أما يأثر في اللي أصد حضرتك اللي جاله كورونا ده يتحسب طبعا نعم وإلا لم تصدر أنا أسفل خالد وإلا لم تصدر نظرية هتلعب لو بتماشر لعب هو بيتاخد يعني اللي تحال الأفريقا عامله كده وكل الجهات عاملها كده والفيف عاملها كده هو أنت هتلعب هتلعب أنت في إجراءات لابد أنك تعملها هم حاطين مبدأ اللي يصاب عنده خمسة أو ستة أو سبعة إنه ده إنه هو أهمل في الإجراءات الاحتراثية ولو أنا شايف حاجة العكس كده تمامنا كابتن يعني مش كل فيه ناس كتير جدا بتبقى أخذ اللقاح وتبقى أخذ أقصح الاحتياطات وبرضو بتصاب بكورونا مش هيبقى أربعة وخمسة يعني هيبقى لعيب طبعا 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 لأهل يعني ما نشيزولها حاجة حاجة بس اللقاح بيقلل من من ضروطها من ضروط من ضروط الكورونا يعني بدل ما تقعد أسبوع حتوق دربة ثلاثة أربعة مثلا يعني أنا بقول اللي أنا سمعت من أصدقاء لي كانوا وغيرين الفاكسين وقات لهم أرى أن الموضوع بعيد شوية عن فكرة الإعمال الذي الأهلي أعلن نهاردة خمسة خمسة موصبين بكورونا وكانت تلات لعبة تانية لا بس هناك فرق هناك فرق بينه أنت بتستعد البطولة في بلونة وبين لعبة الأهلي ما أهملوش الناس كانوا في أجازة بقى ثم هو مش داخل يا خالد على المباريات إنما أنت رايح بطولة يا راجل ده كلام طبعا إحنا وغيرنا إحنا وغيرنا في نقطة كنت بتكلم فيها مع كابت سلام حفيظ هو يعني طبعا أنا أعيله إن أتكلم في الموضوع ده في نقطة فكرة كنت بأسأله وانتو هتطلبه تأجيل مبارات الجونا بعد اللي حصل ده قالك لا هو سؤال الأوقع أو اللي إحنا ممكن نسأله إحنا النادي الأهلي بنعمل كل عشرة أيام أقصى حد بنعمل مساحات كورونا هل كل أندية الدوري بتعمل ده لأ كده دي مصيبة لأ طبعا خصة تاني متعملش وفيه افتراض وموجود إن طالما ما فيش حتى بي سي آر طالما ما فيش حتى رابط تست حتى بتعمل فيه افتراض إنه يكون فيه لعيبة بتلعب لأنه خلاص ما بقاش فيه أعراض بقى 60-70% تحس إنه هو موجود ما بقاش فيه أعراض وبالتالي لابد من إعارة النظر في الجزئية دي إنك تعمل أي إجراء يبين لك لأن تخيل لو فريق مثلا زناد الأهلي رايح يلعب كسر عالم إنه بلعب مبارك كسر ربطة ومن الممكن هو يواجه لعيبة عندها عندها كورونا عندها كورونا تخيل من الممكن إنك تلاقي قبل الصفر عشان كده قلت لكم ما تمدوش على بياض للربط هناك كثير من الأعمال لابد إن دا يكون فيه إعارة نظر على فكرة الرابطة منفتحة على كل الطلبات بمعنى إن حضرتك ممكن تطلب فكرة حلوة على فكرة ما إحنا ممكن نقولها نازم ونشوف الرابطة هل من الممكن إن هي تحقق مثل هذا الأمر لإنه كلام منطقي الحامد كابتن سيدي يعني هو لإنه إنتشف العرض ده يعني اكتشفوا إزاي عشان شغال كل عشرة ده في الأهل لا ده الأهل يعمل خطوطين بعد الرجوع من الأجازة آه بعد الرجوع من الأجازة الخطوة الأولى إن اللعيبة بتدخل على مجموعات مصغرة للتراك يعملوا حاجة زي الرابطة بسي ده إنتجايب واحدة وإنتجايب الأجازة أنا مش عارف الإسم إيه بالزبط بيتعمل لو النتيجة الفتراك لو النتيجة فيها شك بيروح يعمل المسحة بره ما بتخلش النادي آه لو النتيجة آه تمام بيدخل جوه النادي يعمل مسحة فبالتالي أنت بتقوم بإجراءات مشددة جدا بتعرف تحدد مين اللي عنده كورونا فعشان كده الناس تشوف الرقم خمسة ما هو خمسة ده أنا اكتشفته علشان أنا بأعمل اختبارين اختبارين مش اختبار واحد أنا عايز كل الأندية تقول لي إيه اللي عمل كده على فكرة ما هو كل الأندية هترد عليها فيقول لك إيه أصلا أنا معيش في روس إننا نعمل كل ده النادي الآلي معافل كرسة لا ما هو ده ما هو ده وده اللي لسؤسس عسام تكلم فيه في الأول بقى ده اللي بقوله النادي الآلي بيعمل دايما الموضوع بعيدا عن مش بعيدا عن يعني هو مماشي الأمور الفترة اللي فاتت في ظل جائح كورونا باحترافية شديدة بس دي تمشي في كل المناحي إلا أنك أنت أنت ما تلعبش لوحدك أنت بتلعب قصوات فرقة ما تعرفش الفرقة دي فيها كام حالة كورونا أنت ممكن مثلا تبقى بعد كده تعزم ناس على بي سي آر يعني أقول لك أنا أعزم ناس على بي سي آر يا جماعة لازم الرابطة تتحرك بجد في نشاط أحسن بكده ولازم الأخ يا أحمد دياب ما يزعلش كلنا قولنا له أنساعد وأنامل لازم نمفتح شوية عن كده يا كابتن ويبقى فيما أعمل يأخذ ينفع أعلان يا كابتن أنه تجيب المعمل ده أعلان عشان يبقى بي سي آر بي سي آر بي سي آر المفروض نعمل يعني مش كله قاعد نتكلمه يزعل ويتقمس ويقول لك إحنا ماذا تعرفه إحنا بنعمل إيه نفسي بقى أسمع أنه بقى ليهم مخصصات عشان الوقت اللي بيهدروه نفسي أسمع أنه جابوا مسوقين عشان العقود لما تخلص يراجعوها تاني يعني ده ده طموحنا ده طموح يا عم أحفادنا يعني مش معقول بقى نستنى أكتر من كده كان الطموح مثلاً مية في المية في حاجات كتير حضرتك بتقولها وحاجات قبل كده ما حصلتش بس حصلت فده معناه إنه إحنا في تقدم مش تغلق في شغل لما تيجي تعملها هو أنا ما بيحبش كابتالعصام عفتاح الشخص ولا الحكم بالزبط كده بس بالزبط كده ما ده اللي أنا عايز أوصله لك الشخص ولا الحكم فأنا الحقيقة اللي أنا شايفه لأ إن في أنا على الأقل أستاذ عصام لما بقعد قدام التلفزيون وبتفرج على المتشاط الدوري العام الفترة اللي فاتت اللي هما السبعة ثمان أسابيع اللي فاتوا دول منذ أن الضبطة خلت هيل المسكت اللي بتاع اللي ما ببقى مبسوط ببقى مبسوط أحسن من السلام من الشكل من الشكل طبعا الحمد لله حضر لك ما تبقاش مبسوط ولا لا الحقيقة أنا لسه بشوف الناس بتتخانئ ولسه ما شفتش يعني لسه ما راحوش كدز كده محل كبير يشتروا عربية تأخذوا الكرة تنزلها الملعب ولا الحاجات اللي بتتعمل حلوة الفكار نقولها يعمل حاجات دي عايزة ورشتين وناس نتفق معا يلا بينا نعمل ورشتين أنا بقربها لك وقول الأسهل لكن الناس طول الوقت محملة مهما عملنا لكم ما بيتمارش فيكم لا 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 محدش قال كده بالعكس ولا حضرتك إيه أنا كان معايا النائب أحمد دياب من أسبوع 4-5 تيام وجهت له يوم وجهت له كل الانتقادات اللي اتقالت ورجل تكلم في منتهى وناس دخلت رائع رائع طبعا بتقبل أنا مش بقول ما بتقبلوش أنا بقول لك عايزينهم ينقلوا بقى على خانة الفان خلاص في حاجات تتعامل مرة واحدة مش خطوة خطوة مش خطوة خطوة احنا خلاص وصلنا ان احنا تكلمنا كويس عن التلفزيون وعن كذا وعن كذا وعن كذا عايزين بقى ما بعد الله عليك القاد هو ده أصدح عايزوا بقى ما يخافش لو جاب مخرجين برتغال عايزوا يروح يقعد مع السيد حسين زين اللي أول ما قالوا يلا بينا طلع لهم كل الكاميرات ويطلعوا بكاميرات اللي اتعامل بها عشرين تسعتاشر اللي الناس بتقلع عشان عهدى وممكن لو حصل لها حاجة عايزوا بقى ما يقلقش ويروح يعمل حلمنا انه يجيب خرجين التربية الرياضية ياخدوا في أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية تلت شهور يعني دراسة فيبقوا هم الأمن زي أوروبا كده ونبدأ بقى ما يبقاش فيه إلا البوليس لو احتاجنا البوليس أفكار رائعة عايزة يومين تنفيذ يومين مش شهرين ولا سنتين ولا أسبوعين يومين تنفيذ ناخد قرار بس منتخب مصر هيعمل أيوم من الثلاثة يفترض انه ان شاء الله يكسب أو يتعدف في أقل تقدير خالد مبارا صعبة مبارا صعبة صعبة خاصة البديات دائما صعبة لأيو إنما أنت أكيد عندك ناصر قادرة إن هي تكسب عندك أحسن لها في العالم دلوقتي لو أكيد ونحن منتظرين ونلاعب شكلها حلو أنا معرفش بصراحة صنع أفريقيا يعني بنشوف شكل حلو أقالك لما بتنزل الملعب تلاقي شيئا أفضل بكتير طبعا لما بتجي شركات علامية طبعا وأفضل من السنين اللي فات قبل كده إنما لو بصينا على ناصر الموجود طبعا ناصر منتخب الناجر أعتقد كمان أن هما فقدوا عنصرين أو ثلاثة مهمين مهمين جدا مهمين إنما أنت قادر على أنك تكسب بس أتمنى الكيروشي خيب ظن فيه يا رب أنا أتمنى 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 أنا أقول أنا غلطان الحالات دي مكون كويس فيها قوي أنا أقول أنا غلطان أنا غلطان نتمنى أنا أحلى لك بقى نتمنى أن لعبتنا تقهر المنافس كرويا وكيروش بمعنى منتخب يقوده محمد صلاح والذين معه بجد يعني هو قادر يا عمي دا لو نلعب كده زي زمان رجالة خمسة بخمسة الرجالة بتبقى حافظة بعض وأعتقد أن لعبتنا عندها النطل طبعا ما فيش حاجة ما فيش كوتش أنا ما أقصدش طبعا يعني يطوروا الأداء برجولة ينتظرها منهم المصريين اللي عشامهم في منتخبنا كبير لأنه دلوقتي في برنامج مثلا لو مثلا نادي كانون هناك قاعدين زي نادي الأهلي لو قناة هتلاقي بتوعنا جايب يقولوا يا وي لنا سنلعب مع مصر مش دايما عايزين الناس هي اللي تقول يا وي لنا سنلعب مع مصر ده اللي أنا منتظره من كتيبة لعبتنا عمرنا ما خسلتنا أبدا فرق مصر يا كابتل وصلاح يبزل المجهود اللي احنا منتظرينه مننا يا رب إن شاء الله وده اللي نشوفه يوم التلات القادم شرفته نورته احنا مع معد كتير يوم من البيئيين دول شرفته نورته اللي سألهم طيب وجمهور يعني قناة الأهلي وجمهور مصر والكيميا لما بتبقى حلوة ومساحة فيها رأي زي ما حضراتك قلت بيبقى فعلا كلام مصمر بجد شكرا لك أشرف لنا وجود حضراتك معنا دائما أيضا أستاذ خلال يثيب لمشكرك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك حطلع فاصل وبعد هذا الفاصل توقع من هو مهاجم منتخبنا الوطني في المباراة يوم التلات القادم مع كريم سعيد وأحمد سابت بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب يدوفي في هذه الفقرة كريم سعيد زكا كيم كله كويس زكا بحميد كله تمام توقع معنا على هاشتاج كريم أو سابت وكريم كريم مسابت كريم مسابت مع الشاطر أو أمام حضراتكم توقع من هو مهاجم أو توقع نتيجة مباراة متخب مصر ومتخب نيجيريا طيب خلينا أبدأ معك على طول يا كريم النهاردة شفت المباراتين إزاي مبارات الكاميرون ومبارات بوركينة الكاميرون بوركينة طبعا يعني السؤال بصراحة بداية للبطولة فوجة نظرين هزا مطشين كانوا سيئين فوجة نظر شخصية فنيا وضع جدا البطولة يعني لا شبهة الكثير من المشاكل فنيا طبعا شفنا الكاميرون مش خلق يعني يعني كاميرون بلد المستضيف آآ تاني أكتر بلد يعني كسب كسب أولا بعد مصر فريق ما فيهوش نجوم صف أول آآ أبو بكر مهاجم أبو بكر طبعا نفتكر طبعا لجاء فينا الأهداف في الفينل الفين وسبعتاشر كان هو نج المبارات أول النهاردة قدري يعني ينقذ الكاميرون من مفاجأة كانت ممكن تلحق بيها في مبارات لفتاح من بوركينا فاسو بوركينا ربما في أول تلت ساعة عملوا عشرين دياق كويسة بعض الهجمات وجابوا هدف بعد كده كاميرون قدرت نهاية يعني تتعادل بركلة جزاء وبعد كده تاني ركلة جزاء تانية في الشرط الأول وزبطين الحقيقة آآ الاتنين كويس نفهمش مشاكل يعني وشرط التاني بصراحة كانت أداء يعني استهلكي خالص من الفرق المتخابين مطش أسيوبيا ورسل كابفردي رسل أخضر بعدي ربما يعني رودريجيز وإيه الجماعة اللي بيتفرج لهم وانت بتفرج على الكريم كده ومشاف وتملامح وشه وبتاع مش هنتفرج على أمم أفريقيا خلاص وخصصا جميع بعد الخبر اللي أنا سمعته قبل ما خش على هوا يعني خمس خلات دايق يعني الأسف إصابة اتنين من زملائنا الصحفيين الجزائريين في مدينة الدولة الكاميرونية بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء قدام الفندق وتم سرقتهم خدوا منهم خمس تلاف دولار وقصبوهم بألات حد قدام الفندق وطويتر أصدقائنا طبعا العالميين والصحفيين الجزائريين على تويتر بيتنقلوا الأخبار يعني التلفزيون الجزائري بتنقل الخبر هناك من مدينة دولة الكاميرونية طبعا الخبر ده مع إصابات كورونا مع كمان الصور اللي نشرها الصبح غيلاني الشعلالي لاعب منتخب تونس بوجود زواحف لا لا بس أنا يعني أنا بجوف كده على طول من ساعة ما أنا كنت بلعب في الكامير وأنا وانا بلعب كورا بس مش جوه القوضة يا كابتنس لا لا جوه القوضة والله والله إيو أنت قاعد في القوضة كده بتفتح سلطة الحمام صحب أو بصلاحة في الحمام التعبان طالع لا ده كان بره سنيك طالع لا 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 بصلاحة يعني لا بصورتين هو أخذ صورتين المهم يعني فواضح أن الظروف يعني في مشاكل بس طبعا أكيد أهم الشيء في كل ما حدي أتكلم فيه ده سلامة اللاعبين والوفود سواء كانت الوفود إعلامية أو وفود جماهيرية أهم حاجة سلامتهم طبعا الخبر طبعا يعني أصدقاءنا الإعلاميين في الجزائر طمع قلوب بشدة على تويتر من شوية نتمنى طبعا أن السلطات في الكاميرون تحقق في هذا الأمر وأنه ما يتكررش طبعا ده من الأخبار اللي هي بعيدا عن الكورة لكن فنيا أنا شخص صراحة ما عجبنيش بداية البطولة سواء من الكاميرون أو سواء من بوركينا فأسو ربما بس هم أمان الاثنين اللي عجبوني جدا في كاف فردي الجناح الأيسر اللي هو جالي رودريجاز بيلعب أولومبياكوس اليوناني لعيب ممتاز جدا هيعجب الناس يعني كوير وحريف اللي هو لعيب سريع لعيب حلو والمهاجم تفارز اللي جاب الهدف الوحيد في المباراة مهاجم نادي الفيصالي الصعودي مهاجم قوي جدا مهاجم صريح رقم تسعة قوي جدا بدنيا دود بس اللي عجبوني النهاردة فانيا في اليوم خليني طب حتى يعني أنا أنا شايف أنا مختلف شوان مع كريم في ماتش الكاميرو نوبوركينا شايف أن المباراة كانت مصيرة دايما في مباراة الافتتاح خاصة في أي بطولة لما تكون المباراة على ملعب المنتخب المستطيف بيبقى هو تحت ضغط فبيبقى يعني بيبقى عايز يكسب أكتر من الأداء طبعا لما ياخد ثلاث نقط عشان كمان البطولة تنجح كمان فإحنا دايما بنبقى دايما مع الفريق يعني الضيف ولكن بصراحة المباراة أنا شايف أنها لا المباراة كانت أفضل طبعا من المباراة التانية بكل تأكيد منتخب بوركينا فاجئنا في أول 30 دياب أداءه يعني قدموا أداء هايل جدا كمية ضغط وصراع بدني رهيب الصراع البدني الموجود ده يحسسك أن اللعيبة فعلا في أوروبا كلها جاهزة جاية من أوروبا جاهزة رغم أن ما فيش مباراة ودية اتعاملت لـ 90% من المنتخبات قبل البطولة يعني 90% ما فيش غير الجزائر وغنى اللعب وماتش الباقي كله جاي جاهز فالنهار ده الصراع البدني الواضح في مباراة الكاميرون وبركينا أنا كنت أحسس أنها معركة معركة ما بين الأسود الكاميرون والخيول طبعا اللي هما بوركينا فسوا يعني معركة كانت قوية جدا الشرط الأول أول 30 ديابة بوركينا فسوا تفوقت وقدرت أنها تسجل هدف كانت بتعتمد أنها بتقفل وبتلعب دفاع منطقة وبتلعب على الهجمات المرتدة وبتستغل الضربات السبتة نجحوا فعلا من ضربة سبتة أنهم يجيبوا هدف أول ما جابوا هدف توقيت الهدف التعادل للكاميرون كان مثالي في الديا 40 أو الديا 39 من خلال ركلة جزاء طبعا حسبها الحكم اللي دايما بنتفعل به الحكم الجزائري مصطفى غربال وش السعدة على جمهور النادي الأهلي وعلى النادي الأهلي في مبارات القضية ممكن يعني طبعا حسب ضربة جزاء وبعدين حسب برضو ضربة جزاء تانية قدرت الكاميرون بعد كده ترجع بشكل كويس جدا لسه حاوله في الماتش التاني في الماتش التاني الحكم محمود عشور طبعا استحاق التحية النهاردة صاحب أول طرد حكم بالبارد والغريب يعني أو المسير في الموضوع إن حالة الطرد بتاعت النهاردة ليه دي طرد ليه دي طرد مباشر وليه لعبة على فكرة كان نفس الحكم محمود عشور في مبارات الأهلي وفي يوتشار اللي هي لعبة محمد الشناوي لو جبنا الصور اللي معنا بص حدك هم أربع حاجات يعني أربع حاجات لازم إمتى الفرصة المحققة قدي فيها كارتة أحمر مباشر أول حاجة لاتجاه العام لللعب لازم يكون مباشر للمرمة لازم يكون لاتجاه العام ويعني إيه لازم يكون الهجمة مباشرة للمرمة دي أول حاجة النقطة التانية تمركز وعدد المدافعين هل عدد المدافعين اللي حواليه حيلحق الكورة ولا لأ النقطة التالتة السيطرة المستقبلية للمهاجم ده على الكورة هل هو لو كمل بيها هيستلم الكورة هيسيطر عليها ولا لأ النقطة الرابعة المسافة ما بين ارتكاب المخالفة والمرمة دول لازم الأربع شروط يتم توفيرهم عشان ندي كارت أحمر لو استعرضنا الصورة بتاعت الطرد النهاردة هنلاقي أن الطرد واضح جدا يعني ليه لأن هتلاقي فيها الأربع حاجات لاتجاه العام مواجه للمرمة هتلاقي فيها أن تمركز وعدد المدافعين المهاجم رايح الجون السيطرة المستقبلية يعني هو يقدر يسيطر على الكورة المسافة هاي الصورة هي قدامنا بصوا حدك الأربع حاجات أولا لاتجاه قدام المرمة الحاجة التانية كابتن محمود هنا مركز مركز وحسب برضو بتاعت الأهل وفيوتشر صح يعني كابتن علي مهير كان بيعترض قوي هنجيبها برضو بس دي أولا تمركز وعدد المدافعين هو خلاص راح انفراد السيطرة المستقبلية على الكورة هلا هيسيطر عليها ولا لا هيسيطر عليها المسافة ما بين ارتكاب المخالفة والمرمة رايبة جدا ده على كوز تعتبر على حدود في اتجاه المرمة بص حدك ديت التانية اللي كانت بعض الناس اعترضت عليها وازاي الشنوة ما ياخدش فيها كارت أحمر دي يا جماعة على الجنب على الجنب يعني أول بند اللي هو لاتجاه العام لللعبة ان يكون مواجه للمرمة مش موجود في اللعبة دي وبالتالي برضو كان نفس حكم الفاركن كابتن محمود عشور في مبارات الأهلي وفي يوتشر فدي نفس اللعبة فهو هنا يستحق التحية عليها ان هو حافظ قانون اللعبة صح ومذاكر كويس جدا ان اللعبة زي دي ما تمداش فيها كارت أحمر والنهاردة بيدي برضو جرأة من حكم الفار الحكم ما كانش بيدي انذار استدعى الحكم الأنجولي هكتور هيلدر مارتنيز قال له من اديها سبعة في كارت أحمر ودي برضو تحسب ليه حكم الفار كابتن محمود عشور بصراحة برضو زيني اتمنى الشفاء لكل من كابتن محمود البنة والكابتن أحمد العينة بتاعتهم من جات إيجابية في كتير الحقيقة ووضع سناك صعب جدا كابتن محمود عدد اللاعبين وعدد المسؤولين اللي عينتهم طلعت إيجابية من كورونا في الكاميرون فوق الحد فوق الحد بصراحة مستحيل يعني الموضوع صعب جدا ونتمنى يعني يتم تدارك الأمر لأن البطولة طويلة لسه ناردة بحشين فريق البحشين متخل حدنتكلم لسه بدري جدا 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 يعني الموضوع لسه بدري قوي على هذا كما الأعداد وكمان فيه نجوم مش هيلعبه السنغال أول مباراة ليها مفيش مندي حارس المرمى وفيش كوليبالي يعني أمر صعب يعني أصلا تستنى ماتشات يعني طالما أنت تطلع طلبها وشو منتخب فأنت فاهم يعني الموضوع بيبقى فيه منتخبات تتيرة مش على قد المستوى تسرى منتخبات معينة بالضبط فتسرى مباراة معينة فتغيك يا أم وبعد أنت مستنيها هتلاقي أني ماندي وكوليبالي مش موجودين ماندي لسه لعب ماتش قدام ليفر بول بصراحة يعني حاجة عجازية مش هنتفرج عليه في أول انطلاقة للسنغال والله أعلم والله أعلم طبعا يعني ربنا يشفيون كلهم بس طبعا أكيد ده في علم الغيب الله أعلم اللعيبة دي بتحاليلها تبقى سلبية عشان تقدر تشارك امتى بس أقول لك على حاجة كريم برضو أنا شاف أن البطولة دي هتبدأ من دور الستاشر ليه؟ يعني حتى لو اللعيبة دي غابت أول دور قبل النهاية ودور الثمانية كمان يعني مرحلة دور المجموعات دي أصلي في أربع في أحسن أربع تواني هسعد منها أربعة يعني كله هيسعد كله هيسعد صعب أن فرقة كبيرة تخرج يعني فأحسن أربع تواني طبعا ما دوله لك فالبطولة هتبدأ من دور الثمانية فالإصابات اللي هي في الأول دي اللعيبة دي هتلحق بعد كده يامو سهل يامو سهل نشوف اللعيبة دي هتلحق ولا مش هتلحق ماتش التاني أسيوبيا بقى وكاب فردي مباراة طبعا أكيد اتقتلت بعد تقريبا عشر دقايق بحالة الطارق أربع من أسيوبيا أنا شفت أن أسيوبيا طلعت عاملين ماتش كويس بيلعبوا كورا يعني عندهم بقى بيلعبوا فيه فكرة بيحاولوا ينفزوها لكن طبعا فيه فرقات فردية بينهم بين كاف فردي يعني كاف فردي فوجة نظر رودريجيز وتفاريز ودأسوا علموا كانوا جابوا أه الاتنين لا واضح للاتنين كما عرفي كابت إسلام الفرقتين طبعا مستويات مفيش فجوة كبيرة متخابات لكن آه مفيش حاجة يعني مفيش فجوة شسعة بالاتنين ولكن مهارة رودريجيز اللعي برقام 11 بتفرجوا عليه في مباراة الجاية لمنتخب كاف فردي وتفاريز المهاجم الصديق هم تسعة وتاشر هم بقى عندهم فرقات فردية عن لعيبة أسيوبيا نضيف ده كمان على حالة الطرد اللي حصلت والفرق العددي في المباراة خلى كاف فردي طبعا مباراة كانت بوجة نظري من جانب واحد شوط الأول بخلاف الهدف اللي تم أحرازه كان مهائل من الفرص وطبعا كانت فرص سهلة لكن برضو كاف فردي مش الفرقة اللي تقدر تفنش ماتش زي ده بسكور بس أعتقد طب هم كانوا مبسوطين بالانتظار أكيد لنا بيخليهم بيديهم مساعدة تقليصة أن هم يتأهلوا الدور كان عندك تعليق على الدربتاء الجزاء بتوع منتخب كاميرون فينسنت في أبو بكر أبو بكر بصراحة قدم مباراة هو أحسن واحد النهاردة في اليوم كله أبو بكر مهاجم الكاميرون مهاجم هايل بصراحة التعليق دي على ضربة الجزاء أنه هو شاط النهاردة ركلتين جزاء ليه طريقة معينة أو أسلوب في الطريقة هاته الصورة اللي بعدها هو ده طبعا أبو بكر مهاجم الكاميرون كامل هتلاقي فيه صورة بيعمل حركة حسن عبد الرب ودي برضو حاجة اللي هي أيه بيستنى الأول بيشوف الجون بيشوف الزاوية أو بيركز تاني حاجة بيستنى بيسبت الحارس بيترمي في زاوية ويقوم لعبها في الزاوية التانية هو غير الزاوية في ضربة الجزاء الأولى غيرها لما لعبها فيه ضربة الجزاء التانية يعني ده اسلوب يعني لو حارس مرمى حافظ طريق اسلوب لعبه في ضربة الجزاء خلاص إنه هو ما يترميش على طول يستنى هو لعبها بالتنين الحارس المرمى ده لو كان زاكي في الثانية كان جابها. يعني انت خلاص انت حفظت ان اللعيب ده بيجي يخش يموه مفروض في التانية كون عرفت يعني دي بس أبو بكر لو استعرضنا أرقامه في النهاردة بصراحة عمل ماتش كواس جدا لعب 88 دقيقة جاب هدفين عمل ست محاولات على المرمى منهم ثلاثة صح عمل أربع مراوغات نجحة من خمسة كسب ست التحامات من تمانية ستة من تمانية وأخذ خطأ وحصل على رجل المباراة وبرضو موجود الصورة اللي هي فيها رجل المباراة. هذه الأرقام بتاعت أبو بكر لعب 88 دقيقة جاب جنين عمل ستة محاولات منهم ثلاثة صح واربع مراوغات نجحة وستة من تمانية التحام سنائي وحصل على خطأ وهاتوا برضو استعرضوا الصورة بتاعت رجل المباراة حصوله على رجل المباراة الكاميرون ويبوركينا فاسو وبيلعب حالياً في السعودية الناصر السعودي فمهاجم طبعاً هو اللي كان وطبعاً نهارده بفوز الكاميرون على بوركينا فاسو في مباراة الافتتاح يبقى منتخب الكاميرون يا كابت اسلام عادل الرقم القياسي للمنتخب مصر بالفوز خمس مباراة في الافتتاح الكاميرون لعبد في تاريخ السبع مباراة كسبه خمسة من السبع احنا لعبنا ستة خسرنا مرة واحدة طبعاً الخصارة الوحيدة كانت قدام المنتخب السنغالي في افتتاح كان 1986 عندنا هنا في مصر بالضغط لما قصنا ماتش الافتتاح وكسبنا خمسة النهارده طبعاً فوز الكاميرون عادلوا بي الرقم معنا خمس انتصالات وخمس انتصالات طيب بخير رح نشوف تقرير من سيفوز بهذه البطولة نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضرتكم ندعى ربنا إن شاء الله أنيكون مصر كلها نصيب إن شاء الله ويكون هي اللي تكسبوك أتوقع فوز المنتخب المصري في النهائي إن شاء الله وحيكون النهائي بين المنتخب المصري والجزائر أتوقع الجزائر أننا عندها فرقة تقيلة وكسبوك أفريكيا يبقى بكده وكسبوك كسر العرب بس أنا أتمنى أكيد فوز مصر إن شاء الله يعني هي بطولتنا والسنادي نحن لدينا جيل أحسن جيل من 2010 ومدرب كويس مدرب عنده وفنيات محترمة هو ليسا ما بانشوف كسر العرب برضو رجل أجنبي وكديد عن منتخب مصر بس إن شاء الله متفاق إن إحنا نكسبها يعني إن شاء الله المنتخب لنا لفوز بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إحنا مصر فوق جميع بإذن الله يعني أتمنى بإذن الله أن مصر هي التي تكسب يعني إحنا عندنا تاريخ مشرف في أفريكيا وبإذن الله يعني أنا منتظر أن إحنا فريقنا بقى فريق قوي جدا يعني أعتقد الفترة اللي فاتت دي وبإذن الله حتى لو ما كسبناش هنشوف أداء كويس جدا في الجاز بإذن الله تمنى مصر لكن التوقع المنتخب الأقوى ومنتخب الجزائر وأقوى منتخب مشارك في البطولة إن شاء الله منتخب مصر لعدة أسباب منها نجم العالمي محمد صلاح موجود في الفريق وكمان إن لعيبة الناد الأهلي عند خبرة جدا في البطولة الأفريقية خدوان سنتين لفاتو وإن شاء الله أتوقع أنه منتخب مصري بعدين منتخب المغربي أو منتخب الجزائري كريم برضو خليني أسألك عن النادي الأهلي فوز النهاردة النادي الأهلي بجائزة الإبداع لمحمد بن راشد أعتقد أنه ده شيء رائع جدا أكيد طبعا جائزة تضاف للإنجازات اللي بيحقاها النادي الأهلي تحت كلادي كابت محمود الخطيب فترة الفاتت احنا بتشوف الجائزة دي بقت اعتيادية حتى للنادي الأهلي بشكل سنوي بخلف طبعا انتصالات القروية الجائزة حلويتها إن هي جائزة أدبية يعني جائزة بعيدة عن الانتصالات الداخل الملعب وبتترجم الجهد والشغل اللي تم فيه النادي الأهلي تحت كلادي كابت محمود الخطيب وجائزة مستحقة وطبعا وأكيد حاجة تضاف للنادي الأهلي وأكيد تضاف ليه مجلس الإدارة الحالي اللي بكل تأكيد واجه يعني اختبارات كتيرة جدا خلال الدورة الحالي ملحقش طبعا لسه الحالية لكن اللي فات بصراحة كانت اختبارات كتيرة جدا كانت محمود الخطيب والمجلس يعني جوم على حاجات أو ميراث كان تقيل شوية المفترة اللي فاتت والحمد الله نادي الأهلي قدر يعود ليه التراك الرياضي بشكل كويس وطبعا هو ما يستمر كمان عايزة شيد بالتطور الهائل المعمول في فريق الكورت السلة تطور هائل النهاردة بصراحة نشايف كم هائل من الجمهور بيتابع كورت السلة بما يشبه بما يشبه نفس الحمس اللي ناسب تنتظر به فرقة الكورة بصراحة فريق الباسكت النهاردة بقى واحد من أحلى من أحلى الألعاب الجماعية في النادي اللي الناس بتحب كل لها بتستنى ما تشطف وبصراحة دوري دوري يعني ساخن جدا فكل ده نجاحات بتنسب ليه مجلس إدارة ونتيجة ليه الشغل المصمر بتاعهم نحن الجايزة دي طبعا حاجة يعني دايما النادي لأهل الهرم الرابع لمصر يعني الجايزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي هي طبعا متاخدة الجايزة دي يا جماعة بدأت سنة 2003 وبعدين كانت أول جايزة تم التكريم فيها هي عام 2004 تم توسعها عام 2012 شملت ثلاث حاجات إطار محلي والمحلي اللي هو جوى دولة الإمارات والإطار العربي والإطار الدولي الإطار العربي الشاشة دي عايزة لوحدها بتاع ابداع الإطار العربي اللي هو النادي الأهلي النادي الأهلي أخذ الجايزة دي ايه عن مبادرة ايه عن مبادرة التمويل الذاتي اللي هو ايه في فترة مواجهة جائحة كورونا إزاي النادي الأهلي قدر يوفر موارد في فترة جائحة كورونا أغلب الشركات وأغلب الأندية فيها أندية اللي هي ما بتديش الرواتب بتاعت العاملين أولت لهم نص العاملين النادي الأهلي لا قدر رواتب كاملة وعمل مبادرة اسمها مبادرة التمويل الذاتي طبعا المبادرة دي بتدرس إنت إزاي قدرت أن تجيب موارد مالية في فترة جائحة كورونا ديت وبالتالي النادي الأهلي أخذ الجايزة عن الحاجة دي وسط 54 نادي كان مرشح يعني 54 نادي واللجنة اللي بتقيم لجنة عالمية يعني مش لجنة مفاش حد من مصر أو كده لأ لجنة عالمية بتقيم مفاش حد أهلاوي يعني اه مفاش حد أهلاوي يعني مش كده لأ الجايزة مش مجرد كده لأ الجايزة متاخدة عن مبادرة التمويل الذاتي اللي قدر يعمله النادي الأهلي في الابتكار في الانتزاي بتستبشر للمستقبل بتاعك في الاطلاع على انتقال الممارسات في العمل المؤسسي دي كان معيار الجايزة مبادرة التمويل الذاتي وازاي النادي الأهلي قدر يجيب موارد مالية ازاي قدر يجيب موارد مالية في خلال جائحة الكورونا في ناس في عندها قالت لك لأ نص المرتبات قالت لك مفيش مرتبات في شركات قفلت النادي الأهلي قدر يصرف رواتب جميع العاملين ودي حاجة طبعا يعني تستحق التحقية عليها النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب ودايما بقول ان النادي الأهلي سر عظمته بعد جمهوره هو قدرته النادي الأهلي رقم واحد جمهوره ورقم اتنين قدرته بصراحة يعني الجمهور مع الإدارة دي هي سر نجاح النادي الأهلي على مدار السنين ده لو دورت أو شفت ايه سر نجاح النادي الأهلي على مدار تاريخه الحاجتين دول الجمهور الوراء الحاجة التانية الإدارة ازاي تبقى بتعمل بنظام مؤسسي ازاي الإدارة دي شغالة بنظام مؤسسي الحاجة دي مش موجودة بصراحة في مصر أو في أفريقيا غير في النادي الأهلي الحقيقة يعني ألف مبروك للنادي الأهلي استحق هذه الجائزة دايماً الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم في البداية كلنا بنبقى مبسوطين كلنا بنبقى فخرين ودايماً بنبقى سعداء بمثل هذه الجوائز أخيراً قبل منه هذه الحلقة كريم وأحمد أخذ رأيكم في من وجهة نظركوا اختيارات منتخبنا الوطني يوم الثلاثة ساعة ستة أعتقد يعني تشكيل أساسي أقول كل الأخبار أعتقد أكدت خلاص بنسبة تسعة وتسعين في مية تشكيل منتخب مصر اليوم الثلاثة محمد الشناوي حجازي والوينش وفتوح وعلى الباكي فتوح والعيمان نعم فتوح وعلى الباكي اليمين أكرم نص ملعب حمدي فتحي ونني وعبدالله السعيد محمد صلاح عبدالله السعيد عمر مرموش محمد صلاح ومصطفى محمد نهاية بنسبة تسعين في المية أتفق مع كريم بس اختلف شوية في عبدالله السعيد هو ممكن أهو هو الرجل وكل اللي باقي أكي لكن عبدالله لا أهو كيلوش ممكن يدفع بعبدالله السعيد بس أنا شايف أن عبدالله السعيد ده مش الماتش بتاعه قوي خالص يعني ليه لأنه للوقت سبعة وثلاثين أو ثمانية وثلاثين سنة تقريبا ماتش بدني نيجيريا بقوتها دي انت محتاج يعني أنا شايف أن حتى لو زيزو لعب في المكان ده هيبقى أفضل من عبدالله السعيد يعني زيزو تريزي جي أي حد لو لعب في مركز ثمانية ده في طريقة أربعة ثلاثة ثلاثة هيبقى قفية بدنيا وتقدر تستغل عبدالله السعيد الشوط التاني لكن صعب أن انت تبدأ بي إلا بقى لو كان عايز يدلو ستين ديئة ويغيرو نختم بالتشكيل الأغلى في أمم أفريقيا تمام مش نستعرض ده التشكيل اللي احنا اللي هم منزله موقع ترانسفير ماركت أغلى العناصر الموجودة في الكاس الأمم الأفريقية في حراسة المرمى طبعا إدوارد مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال قمتوا التسوية 32 مليون يورو لاثنين المساكين 32 بس؟ 32 طب الله يعني مليل ده حارس مرمى بالنسبة للحارس برضو رقم كويس يعني كلبالي مدافع السنغال ونابولي الإيطالي 45 مليون يورو التبسوبة مدافع بوركينة وعلى فكرة غاب النهاردة نتيجة كورونا بيلعب في باير لفاركوزن 40 مليون يورو عبدو ديالو الباكليفت بتاع السنغال وباريس سن جيرمان 25 مليون يورو أشرف حكيمي في المغرب 70 مليون يورو طبعا ده بيلعب في باريس سن جيرمان التلاتة توماس بارتي 40 مليون يورو نجمل غانا وأرسنال الإنجليزي نيجي بعد كده لفرانك كيسي نجمل ميلا وكودفوار 48 مليون يورو ويلفرد نديدي أغلى لعب في منتخب نيجيريا ونجمل ستر سيتي الإنجليزي التلاتة اللي قدام رياض محرز 40 مليون يورو في الجزائر منشستر سيتي محمد صلاح أغلى لعب في البطولة 100 مليون من مصر ليفربول وساديو ماني من السنغال ليفربول 80 مليون يورو دي التشكيلة أغلى تشكيلة موجودة في كاس الأمم الأفريقية هتلاقي فيها كام واحد من السنغال ساديو ماني وكلوبالي وإدوارد من ثلاثة من السنغال كام واحد من مصر محمد صلاح كيفاية؟ أغلى واحد في البطولة أغلى واحد في البطولة من 2 من السنغال هم من كورونا بكرة صح؟ 2 من 3 2 من 3 2 من 3 فاضل ماني بس مش مهم نريد أن نتفرق على البليو بانك البطولة بعدين هتبدأ من دور التمانية لا يأتي إلى دور التمانية إن شاء الله عليك أنا أشكرك الكريم على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لا تنسوش نحن كل يوم الساعة 11 بالليل فترة المباريات زي ما حضراتكم عارفين فترة مباريات أمم إفريقيا هنبدأ مع حضراتكم دايما الساعة 11 بالليل وما تنسوش برضو أنا دايما بأشوف كريم وأحمد سابت بفتكر المسابقة على طول لأنهم بيبعتوا على طول يتكلموني يقولوني إيه رأيك أقولون ما أحبت بشوف حاجة ولا أعرف حاجة ففيه المسابقة زي ما حضراتكم عارفين اللي عايز يبعث ميسج أو يتصل محمول يتصل على سبعة هقول لكم كامل الأرقام دلوقتي أنا نسيت الأرقام سبعتاشر خمسة وتسعين سبعتاشر خمسة وتسعين صح من أي محمول الصحاب وضح من كتب كتب ما بيبعت سبعتاشر خمسة وتسعين من أي محمول أو أي ميسج حضراتكم عايزين تبعتوها برقم الإجابة الصحيحة ثم زيرو تسعمائة تسعة خمسمائة من أي خط أرضي حضراتكم بعت في أي وقت إن شاء الله يوم الأربع القادم كالعادة الحقيقة حيكون معنا السحب الثاني على من سيكون المتصادق الثاني اللي حيكون موجود معنا إن شاء الله في كأس العالم للأندية عشان يتفرج على أولى المباراة النادي الأهلي ومنتري المكسي أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر